صباح الخير وجمال على كل مشاهدينا في كل مكان أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صباح دريم النهاردة الخميس 21 أبريل 2016 تسعة صباحا بتوقيت القاهرة النهاردة في حلقتنا هنناقش مع حضراتكم بعد فقرتنا الإخبارية مباشرة موضوع مهم جدا يمكن كمان حضراتكم كنتم طلبتوا مننا كنا نقشنا في السابيع فاتت وحضراتكم طلبتوا مننا على صفحتنا على فيسبوك هو مبادرات الحكومة والوزارات للقضاء على البطالة والنهاردة هيكون معانا مبادرة جديدة من وزارة الشباب لتوفير فرص عمل كتيرة جدا لشبابنا وكمان التدريب هنعرف أكتر إزاي بيتم تدريب الشباب وتأهلهم لسوق العمل وإيه هو نوع التدريب ده وإزاي بيتم الإشراف على التدريب وإزاي الشباب شايفين الموضوع دلوقتي وشايفين إيه إن هم يحصلوا يحصلوا على فرص عمل من وزارة الشباب إزاي هيكون معانا طبعا في هذه الفقرة ضيفنا لهايكون منورنا في الستوديو دكتور محمود حسن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ووزارة الشباب ويكون معانا على فكرة النهاردة كمان فرص عمل كتير جدا للشباب والفتيات اللي شايفيننا دلوقتي مستنين طبعا علشان نعرف مؤهلات حضراتكم إيه وإيه نوعية العمل اللي مناسبة لكم هل فرص العمل اللي إحنا هنقدمها النهاردة هتكون مناسبة لكم ولا لأ ياريت تكلمونا على أرقامنا اللي موجودة قدامكم على الشاشة أو أسم أسز على 9-11-72 أو كمان صفحيتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي أو بالإنجليش مرة تانية بصبح عليك واستنونا بعد الفاصل والأخبار المحلية نبدأ أخبارنا المحلية من اليوم السابع وبعد لقاء الرئيس السيسي جون كاري مصر لاعب هام لسلام وأمن المنطقة كلها قالت جون كاري وزير الخارجية الأمريكي أنه التقر رئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس الأربعاء أثناء زيارته القصيرة للقاهرة قبل الاندمام للرئيس باراك أوباما في الرياض مشيرا إلى أنه أكد للرئيس المصري أنه سيعود قريبا لمتابعة المناقشات التي تضمنت التحديات التي تواجه مصر وأضاف كاري أيضا وفقا لبيان من الخارجية الأمريكية أضاف أن الولايات المتحدة تنظر لمصر باعتبارها اللاعب هام لسلام وأمن المنطقة بأكملها مؤكدا نحن نهتم كثيرا بنجاحها في التغلب على التحديات الصعبة التي تواجهها في هذا الوقت سواء الأمن أو تحدي المتشددين الذين ينخرطون في أنشطة من شأنها خلق بلبلة والإضرار بسلام وأمن المواطنين في كل مكان هذا بالإضافة إلى تحدي الوضع الاقتصادي الذي يحتاج للمزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل والنمو نروح للمصري اليوم ورئيس الوزراء يشكر النواب على منح الثقة للحكومة ويتعهد بتحقيق برنامجها شكر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعضاء مجلس النواب واللجان الخاصة التي أعدت تقرير الرد على برنامج الحكومة ووجه إسماعيل في كلمة مجزة أمام جلسة مجلس النواب أمس الأربعاء وجه الشكر للمجلس على منح الحكومة الثقة وقال أن المظهر المشرف للنواب يؤكد أن مصر تدخل مرحلة جديدة وتعهد بتحقيق ما جاء في برنامج الحكومة والتكاتف مع المجلس من أجل صالح مصر وعقب ذلك أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للإنعقاد يوم السبت وكان مجلس النواب وفق في جلسته العامة أمس الأربعاء على منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل بأغلبية 433 عضوة من الشروق محافظة البنك المركزي لصحة لخفض جديد في قيمة الجني المصري نفى طارق عامر محافظة البنك المركزي المصري وجود أي نية أو اتجاه لخفض جديد في قيمة العملة المحلية وقال عامر في تصريح صحفي أمس الأربعاء أن ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه المركزي لخفض جديد في قيمة الجني المصري أو انفاقه مع أي جهات خارجية في هذا الشأن عار تماما من الصحة وأكد أيضا أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولر بالسوق الموازي نتجة عن مضربات وشائعات من أطراف تبغي الضرر بالوطن ويجب محاسبة كل من يتفوه بمثل الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومي والمواطن والاقتصاد المصري ككل ويحقق ضررا كبيرا بالصناعة المصرية وبالاستقرار نروح للبوابة نيوز ووزير التموين السلع الأساسية للفقراء لن تتأثر بارتفاع الدولر قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار العملة الصعبة تؤثر بشكل مباشر في أسعار السلع والاحتياجات الأساسية لفتن إلى أن البنك المركزي ملتزم بتدبير احتياجات المستوردين ما يعني أن السلع الأساسية لن تتأثر بارتفاع الدولر وأشار أيضا خلال اجتماعه باتحاد الغرف أمس الأربعاء أن المجموعة الاقتصادية بتعمل على فتح منابع جديدة لزيادة العملة الصعبة وعلى رأسها جذب استثمارات أجنبية جديدة أشار أيضا إلى أن هناك تحركا في اتجاه تعزيز الصدرات المصرية بعد أن وصلت لمستوى متدني لسيما طرح مبادرات لإعادة السياحة إلى مصر تعالوا بقى نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر معنا على الهاتف أستاذ محمود دادياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أستاذ محمود صباح خير صباح خير يا أستامها وصباح خير على كل مشاهدينك الكرام أهلا بحضرتك يا فندم في البداية كده قبل ما أسأل بس على موضوع الأسعار أنا عايز أعرف حضرتك الاستثمار في مجال التموين ده حيكون شكله إيه يا فندم بالنسبة للتصمار في مجال التموين إحنا بدأنا من فترة طويلة لأن إحنا اسمنا وزارة التموين والتجارة الداخلية ولذا بيتم حالة التصمار في قطاع التجارة الداخلية من خلال إقامة عدد كبير من الثلاثة التجارية على قطع الأراضي اللي حصرها جهاز تنمية التجارة بعد المبادرة اللي أطلقها الرئيس عفتاح السيسي بإقامة الثلاثة التجارية لكافة المحافظات وتبناها مجلسة الوزارة وتم تشكيل لجنة براسة دكتور خالد حانة وزير التموين ومسفة عدد من المزارات وتم حصر قطع الأراضي والمنافذ اللي يتم تطويرها وبالفعل تم أعداد تليل موسع لكافة المستثمرين وتم طرح قطع الأراضي من خلال المزايدات عالمية على المستثمرين وتقريبت على عدة شركات محلية وعربية منها شركات محلية شركات سعودية شركات فويتية شركات كماراتية والأول مرة تدخل أيضاً في الشركات البحثينية وبدأوا فعلاً في إقامة الملاكز اللوجستية والثلاثة التجارية في محافظات الخاهرة الإسكندرية الغربية وأيضاً في محافظات السعيد بهدف أولاً أن نتم توفير كافة السلع الغذائية في كافة المحافظات وأسعار مناسبة بالإضافة إلى توفير الألاف من فراث العمل أيضاً تحديث قطاع التجارة الداخلية تزميل استثمرات وفي نفس الوقت ده بتنم قطاع التجارة الداخلية اللي هو مسؤول عن السلع الغذائية في كافة المحافظات جميل وبهدف أولاً بردك أنا أعود أن أعود أن أعود أن أعود أن أعود الأشياء أن الدكتور خارج حانف وزرية كوميل من بضرة أحنا الرمضان تحت رعاية الرئيس على الفتاح السيسي وده بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية سيتم إقامة عدد كبير جداً من المعارض السلعية لبيع سلع الغذائية في كافة المحافظات على مساعدة حوال 30 ألف متر موزعة على 27 محافظة سيكون هذه المعارض بأشكال موحدة تبيع التلع الغذائية بأسعار مخافضة وأسعار موحدة يعني المعرض يتمي قمت في أسوان أسعاره زي المعارض الكندرية يتمي من خلاله بيع التلع الغذائية تلع رمضانية هتبدأ قمت هذه المعارض منتصف شهر شعبان المقبل بإذن الله تعداداً للشهر رمضان منتصف شعبان قول تاني عشان الناس بس تاخد بالها يا فندم مبادرة أهلاً رمضان من وزارة التموين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي هتبتدي في نصف شعبان اللي جاي إن شاء الله بإذن الله هيتم أيضاً من خلال هذه المعارض لأول مرة صرف السلع التموينية وصرف السلع نقاط القبز خلال شهر رمضان وده تصل في متى إلى مليار ونصف بنيت هذا في بتسلع المواطنين لأنه برضو من حق المواطنين هيتصرفوا على سلع النقاط يميش رمضان واجبات الرمضانية الشنف الرمضانية للإضافة أيضاً إن احتمال تشكيل اللي جان المشتركة ما بين وزارة التموين والغرفة المجارية ووضع الخطط والتنظيم المعارض والتواصل مع المواردين والتنصيق مع البيهات المختلفة فده إن شاء الله هتبقى هذه المعارض تشمل السبع وعشرين محافظة طيب ده طبعاً أكيد يا فندم ده هيكون لغاية آخر شهر رمضان ولا هيستمر إمتى من المبادرة دي؟ لأ هذه المعارض هتستمر لحتى آخر شهر رمضان هتبدأ منطقة في شهر شعبان وتخلص آخر رمضان وتخلص إن شاء الله آخر شهر رمضان بإذن الله وكل سنة وأنت طيبة ومصر والأمر وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم وتحياتي لحضرتك طبعاً والمجهودات وزارة التموين قالها مستمرة إن شاء الله يعني القادم أفضل بشكرك شكراً جزيلاً يا فندم أستاذ محمود ياب المتحدث باسم وزارة التموين نرجع لأخبارنا تاني ونروح للوفد وزير النقل أربعين مليار جنيه لتطوير المترو والسكك الحديدية قال دكتور جلال سعيد وزير النقل لأن الوزارة قامت بتوقيع عدة اتفاقيات مع الجانب الفرنسي بقيمة عشر مليار جنيه مصري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي فرانسوا أولند وأكد أن أربعين مليار جنيه حجم الاتفاقيات التي قاموا بتوقيعها مؤخرا لتطوير قطعات مترو الأنفاق والسكك الحديد مشيرا إلى أن هناك 450 مليون راكب سنويا بيستخدموا قطارات السكة الحديد بواقع مليون و300 ألف كل يوم بإجمالي 900 محطة للسكك الحديد على مستوى الجمهورية بالكامل ونروح لليوم السابع مرة أخرى الغرفة التجارية ارتفاع سعر لحوم الحمراء لتسعين جنيه للكيلو قال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة التجارة القاهرة التجارية قال أن حالة الركود في سوق اللحوم البلدي بلغت أكثر من 70% نظرا لارتفاع أسعار اللحوم بما لا يقل عن 80 ل90 جنيه للكيلو الواحد ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسواق اللحوم البلدي ارتفاع مع اقتراب شهر رمضان الكريم خصوصا مع زيادة معدلات السحب والشراء من قبل المستهلكين أضف أيضا شرف أن أسعار اللحوم البلدي بتسداد بشكل دوري بمعدل جنيه كل يوم على الرغم من تراجع الطلب على الشراء إلى أن الأزمة الحقيقية حتحدث مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان مما يشعل أسعارها بشكل كبير نرجع آخر خبر معانا في أخبارنا المحلية من موقع مصراوي محافظ الجيزة يفتتح مدرسة خالد بن الوليد بإمبابا افتتح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة واللواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية افتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بإمبابا وقال المحافظ في تصريحات له خلال الافتتاح أن تطوير المدرسة بيأتي في إطار الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه القوات المسلحة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية اللي حصل أن تقريبا يعني هذه المدرسة من المدارس التي تشرف القوات المسلحة حاليا على تطويرها ورفع كفائتها دلوقتي هنتعرف على تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع طبعا تطوير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بإمبابا من خلال تقريرنا اللي جاي ونرجع لكم مع الأخبار العالمية خليكم معنا افتتح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة واللواء أركان حرب أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية أعمال تطوير ورفع كفائة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بإمبابا ويأتي تطوير المدرسة في إطار الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه القوات المسلحة للمواطنين في كافة المجالات الخدمية حيث قامت العناصر الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية بتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفائة المدرسة خلال فترة لم تتعدى تسعين يوما عندما كان في مرور لتفقد الانتخابات وطالب إن أنا همر معاه فمرت معاه فقال لي مدرستك محتاجة شغل قلت له أنا عندي اللي مركزية بس المركزية لها أولويات فمدرسة دخلة في الصيانة بس لسه الوقت هي مجاش فقال لي لا إحنا نعمل لك المدرسة قلت يوبا أنا أشكر للقوات المسلحة والقوات المسلحة لما بتدي كلمة بتصدق المدرسة ما كانتش طبعا تصلح لأن تكون مدرسة ولا مكان للتعليم لكن لما جاتي للمنطقة المركزية والعيقة الهندسية طبعا طوروا المدرسة تطوير شامل وخلوها مدرسة جميلة ونظيفة متطورة كان طبعا بقيت حلو دلوقتي وبقى شكلها جميل وطورت أحسن وبين نشجع بعض ونجيهم مع بعض ونتحمس كانت بحشة فدلوقتي اللي الحمد لله طورت أكتر وبعينا نحبها وجينا على طول بنجي على طول أغطي أبقيت حلوة دلوقتي احنا حبلناها أكتر ما كانت من الأول مبات كويسة يعني أحسن من الأول بقيت أجمل بكسي تحمسنا اللي احنا نجي فيها والأول مكنناش بنحب نجي بس دلوقتي بقيتنا نجي أكتر اللي هم من كونش بيهتموا بالمدرسة وبالفصول كانوا بيرموا زبالة في الأرض ودلوقتي بقيت أحسن بكسير وبقوا يهتموا بالمدرسة بعدما الجددت بقيت أحلى بكسير المدرسين بقوا يفهموننا أكتر وبقيت حلوة يعني بقيت أحلى بكسير قوي من زمان وهي دلوقتي عجبنا أكتر وشجعتنا اللي احنا نجي مدرسة وما منغبش ولا يوم شكرهم على الاكتهاد اللي عملوه هنا وهنا بقيت نتشجع أحسن أضم صوتي لولادي المدرسة بالفعل بقيت دلوقتي مفرحة للقلوب وموجه النظر ما تم إنجازه بالفعل في خلال ثلاث شهور يعني يستحق التقدير والتكريم شايفين تطور ما شاء الله وكوتها اللي بقيته يعني جميل جدا 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 وبصراحة شوفنا العساكر بازل ومجهود يعني فوق الوصف نشكر جدا العساكر والزباط والقادة وكل دول تابوا معنا جدا على موصلونا لشكل المدرسة كده الحمد لله تم التطوير بمعرفة قوات ومسلاحة بالكامل تنصيق التام مع سيادتي اللي هو أيمان عامر قادر المنطقة المركزية العسكرية وإن شاء الله يبقى في بعض المدارسة واخرى هي تولى قيادة المنطقة وحافظة أتطور مدارس بسيطة في حدود الامكانات المداحة عندنا عقب انتهاء العامل الدراسي مدارس الأكثر احتياجا لقدورات مياه أو بنية تحتية أو إذا كان محتاجين ديسكات أو أدوات إن شاء الله حوالي 8 مدارس عامل صون جيزة إحنا هنتولى قم حافظة مشاهدينا ودلوقتي جمعات أخبارنا العالمية نبدأها من واشنطن بوست وترامب وكلينتون يقتربان من الفوز بترشيح حزبهما في سباق البيت الأبيض اهتمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بنتائج سباق الانتخابات التمهيدية في ولاية نيويورك والتي استطاع دونالد ترامب وهيليرو كلينتون أن يحقق فيها انتصارين كبيرين على منافسهما وقالت الصحيفة أن الفوز السهل الذي حققه ترامب في ولايتي وهو الأكبر له على الإطلاق بعزز من موقفه بشكل أكبر في السباق الجمهوري ويوسع الفارق في عدد المندبيين المطلوبين للحصول على ترشيح الحزب بدرجة أكبر بينه وبين منافسي تيد كروز وجون كاسيك من وول ستريت جورنل أوباما يسعى لتحسين العلاقات بين السعودية وإيران قالت صحيفة وول ستريت جورنل الأمريكية أن المهمة التي يسعى إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته للشرق الأوسط هي تشجيع الاستقرار من خلال تحسين العلاقات بين السعودية وإيران إلى أن أمريكا بينظر إليها على أنها جزء من المشكلة وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما خلال زيارته للرياض هذا الأسبوع سيسعى إلى تعزيز سياسة خارجية وضع فيها واشنطن في دور الوساطة بين الرياض وتهران الشهدتهم طبعا سلسلة من الموجهات الخطيرة عبر الشرق الأوسط إلى أن الولايات المتحدة بينظر إليها بدرجة كبيرة على داخل المنطقة لأنها من ساهم في الإسراع في الانقسام بين الطرفين وهو ما يشعل فترة جديدة من عدم الاستقرار الإقليمي وعلى ما تستفهم أكيد طبعا على وساطة واشنطن في هذا الموقف الحساس تعالوا نروح لصحيفة سبورت الأسبانية وصراع الحذاء الذهبي ينحصر بين رونالدو ومواطنه يبدو أن المنافسة على جائزة الحذاء الذهبية الأوروبية في هذا الموسم سوف تنحصر بين كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وجونس جنزالة أوليفيرا لاعب بنفكا في صراع برتغالي خالص طبعا في إنفو جراف قدمته صحيفة سبورت الأسبانية مؤخرا تعادل كل من جونس ورونالدو في عدد النقاط التي حصل عليها كلاهما وعدد 62 وبعد لما سجله 31 هدف في الدوري هذا الموسم حتى الآن لكن رونالدو لديه فرصة أكبر في تخطي جونس فريال مدريد متبقي ليه خمس مباريات بس حتى نهاية الدوري بينما بنفكا لديه أربع مباريات وبيذكر أن كريستيانو رونالدو فاس باللقب في الموسم الماضي وتقسم اللقب في الموسم قبل الماضي مع سواريز الذي كان يلعب في ليفربول وقتها ده كان آخر خبر معنا في أخبارنا العالمية النهاردة كان من صحيفة سبورت الأسبانية النهاردة ذكرى الأولى لرحيل الشاعر الكبير الخال عبد الرحمن الأبنودي حول هذا الموضوع نشوف تقرير اللي جاي ونرجع لكم مع فقرتنا الرئيسية الأولى ابقوا معنا عبد الرحمن الأبنودي شاعر وكاتب مصري مولود في قرية أبنود بمحافظة قنة عام 1938 قبل أن ينتقل مع عائلتي إلى مدينة قنة والده كان يعمل مأزونا شرعيا ونزح إلى القاهرة للدراسة حيث حصل على لسانس أداب لغة عربية من جامعة القاهرة وكان ضليعا في اللغة العربية كون مع أمل دونجل ويحيق طاهر ثلاثي إبداعي وقاموا بكتابة شعر الفصحة ببداية الستينيات ليتحول بعدها إلى شعر العمية والذي تحول إلى العديد من الأغنيات لأبرز المطربين مما غنى له عبد الحليم حافظ عد النهار وأنا كل ما جول التوبة وأحلب بسماها وبطربها وأحضان الحدايا كما غنى له محمد رشدي وفايز أحمد وصباح وغيرهم من المطربين عد النهار والمغربية جاية تتخفى وراء ظهر الشجر وعشان يتوفر في السكة شالت من ليالينا الأمر كتب أغاني العديد من المسلسلات مثل النديم وخلط صفية والدير وزياب الجبل وكذلك العديد من الأفلام مثل الشيء من الخوف والبرير كتب وشارك الدكتور يحي عزمي في كتابة السيناريو والحوار لفيلم الطق والإسورة وفي عام 2011 كتب سيناريو مسلسل وادي الملوك قام بجمع السيرة الهلالية مع الشعراء الشعبيين في مجهود ضخم استمر على مدار أكثر من عشرين عاما من الصفر في جميع محافظة مصر وأصدرها في خمسة أجزاء في فترة التسعينيات كتب قصصا مختلفة عن حياته في صعيد مصر نشرت في حلقات منفصلة بجريدة الأهرام وجمعت في كتاب أيام الحلوة الذي صدر على ثلاثة أجزاء تزوج في أول حياته من مخرجة الأفلام التسجيلية أعطيات الأبنودي والتي لم تتخلى عن لقب الأبنودي بعض انفصالهما ثم تزوج من الإعلامية نها الكمال حتى نهاية حياته وأنجب منها ابنتيه آية ونور وتوفى في الواحد وعشرين من إبريل عام 2015 عن عمر يناهز السادسة والسبعين من يومها ست الكل بقيت حبيبت الكل وليفت الكل علشان ما تروح لأولاد الناس تندس في بلاد الليل والدوق الزل تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية تبقى للمنظمة العمل الدولية فإن العطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجل الساد ولكن دون جدوى ليه ما نفعلش القانون بتاع 5% معاقين يعني أنا مقدم فيه من ساعة ما طلعت الشهادة بتاعة المعاقين بقى لي بتاع 15 سنة ولل 20 سنة لحد دوقتنا هذا كل ما جاء روح مثلا نسأل يقول لك لما يبقى في حاجة زي كده هنبعاك هو اللي بيخليه ما بيروحش بيلاقي المرتب مش مجازي حياته فبيفضل انه يشتغل أعمال حرة يا روحي جبته أكتب متفظيف موجود بس السارة بتاعة توزيت نفسه ما يكفيش الشباب فيه شباب بعض الشهادة بشهاداتهم ما فيه مش لعي وفيه منهم اللي معه شهادات كبيرة وشغل في كافيه واللي شغل في محلات عماته وشهد الاقتصاد المصري تحسنا نسبيا مع تراجع معدل البطالة في البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.6% وفقا لما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري وقال الجهاز المركزي أن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 12.7% في الربع الثاني من عام 2015 مقارنة مع 13.3% في الفترة المقابلة من العام الماضي عايز يشتغل بالشهادة بتاعتهم فالفرص المتوفرة مش بتبقى بالشهادة بتاعتهم فعشان جدا هو ما بشتغلش بساعة الفرص دي بتبقى فرص وهمية أولاً الحكومة ما متوفرش فرص عمل كافية للشباب اللي بتخرجوا والشباب ما فيش استراتيجية لأن هي القليات بتخرج أعداد كبيرة فوق مستوى السوق فما فيش المنظومة كلها عايزة تتغير برضو يعني هي بتيجي جزء على الحكومة وجزء على الشباب الأكيد الحكومة بتوفر شغله الشباب ما بيعجبوش الشغل ده الشباب باللوقت عايزة تنزل يقعد على مكتب وتكييف ويقعد اشتغل وهو كده مش الشغل الشغل لازم تنزل وتتعب وتلف وتشتغل أوضح الجهاز أن معدل البطالة بلغ 12.8% في الربع الأول من عام 2015 وارتفع معدل نمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر 3% في الربع الثالث من السنة المالية لعام 2014 وعام 2015 مقارنة مع 2.5% قبل عام وقال الجهاز المركزي في التقرير أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.5 مليون عاطل من إجمال قوة العمل في الربع الثاني من عام 2015 ازاي نحصل على فرصة عمل من وزارة الشباب؟ اللي احنا شفناه في التقرير من شوية ده معناه أن احنا عندنا فجوة كبيرة جداً ما بين الشباب أو ما بين المواطن بشكل عام وما بين وزارة الشباب أو ما بين سوق العمل خلينا أقول الناس اللي بتقول عايز اشتغل بشهدتي الناس بتقول أنا معرفش إيه الشغل اللي موجود الناس اللي بتقول ويمكن كان فيه تعريف لموضوع البطالة أنه اللي مش لقي شغل خالص أو اللي يقدر أنه هو بيرغب في شغل مش شغل تاني أعتقد أنه يعني من وجهة نظر الدائرة أن اللي بيروح شغله وما بينتجش ده كمان يعتبر عاطل خلونا طبعاً نعرف تفاصيل أكتر إزاي حنقدر نلاقي شغل إيه التدريب أنواع التدريب إيه حتى تواصله إزاي مع الوزارة علشان تلاقوا شغله مناسب وعلى فكرة الأجور مناسبة جداً مع ضيفنا اللي بنوارنا في الستوديو دكتور محمود حسن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة أهلاً بيك أهلاً بحضرتك الله في البداية كده عايزين نعرف يعني تعليق حضرتك إيه على التقليل اللي شوفنا من شوية خصوصاً الشباب اللي كانوا بيقولوا يعني تعليقتهم هو طبعاً تقارير رائع لأنه جسد ببساطة جداً حجم المشكلة اللي موجودة في مصر في بطالة في بطالة تبقى للمؤشرات اللي قالت 12.6% ده مؤشر من الجهاز المركز للتعباء والإحصاء يعني قرار مؤشرات سليمة فيه الشباب مش عايز يشتغل موجودة برضو نفس الحكاية موجود إن الشباب عايز يشتغل بنفس المؤهل بتاعه فده برضو دي مشكلة من المشكلات فيه شباب ساعد على الارتفاع البطالة اللي حاجتيه لحلقة قلتهم فيه إن يمكن أحد عجبني جداً أحد الرجال اللي هما الكبار في السن قال أعداد كبيرة من الخارجين الجامعة بتتخرج كل سنة وفعلاً ما فيش شغل فطبيعي لإن إحنا ما عندنا الشغل حكومي إحنا فيه حجم مكسف في العمالة اللي موجودة في الحكومة دي الفج ولا أنا متكلم فيها أنا بتخرج عايزة شغل الحكومة على طول بالضبط هي دي المشكلة إن الشاب عايز يشتغل في الحكومة مش عايز إحنا لو بصنا للمنظور الدولي دلوقتي كله الشباب بيخرج هو بيعتمد على إنه يدبر إزاي يشتغل هو حصل على المؤهل المؤهل ده الداله اللي هي إزاي يمشي في المجتمع كان الأول المؤهل لازم أشتغل به بعد ما أخلص بيتعين من خلال الكوة العاملة الكوة العاملة أعم اللي كانت مسؤولة عن إنها بتوزع الشباب على الوزرات أو على الهيئات الحكومية دلوقتي ما بقاش عندنا توزيف حكومة بس فان في حاجة دلوقتي أنا منين بشتكي إن الأجور ضعيفة وإحنا عارفين أنتم مش نتحك على بعض إن أجور الحكومة مش كبيرة طب أنا ليه بشتكي الأجر ضعيف وفي نفس الوقت بجري على شغل الحكومة عشان يعني ما برضو حاجة غير منطقية خصوصا لشباب صغيرين يعني هو بيبص للجيل اللي قابله الجيل اللي قابله في الحكومة هو شايفه إنه هو مستقر ما فيش تهديد إنه هو يمشي في أي وقت ما فيش صاحب عمل بيتحكم فيه ما فيش إنه هو يعني خوف من إنه لو حصله لصمح الله أي حاجة في ظروف صحية ليه حقوقه كموظف في الدولة ليه حقوقه في العلاج ليه حقوقه في التأمينات الاجتماعية ليه معاش هو بيبص للأمور دي هو لو واصك إن القطاع الخاص هيخليه يستمر بنفس الألية بتاعت الحكومة وانا ليه ما مشرفش على القطاع الخاص بحيس إنه هو يستمر بنفس الألية ما هو ده دور وزارات تانية يعني ده دور وزارة الكوال عاملة دور الجهة المسؤولة اللي هي بتشرف على الكلام ده إن مع الشركات فيه جزء من الدور ده لوزارة التجارة والصماء حضرتك بتقوله ده بعد مسلا ما يطلع معايش مش كده؟ طب لغاية ما يطلع معايش هيفضل بياخد أجر ضعيف ويقعد يقوي يشتكي ويفضل يتزمر ويفضل يقول وعنده حق ما وساعتها بقى هيعمل إيه؟ لا هو حضرك لأنني عارف منظومة القطاع الخاص منظومة القطاع الخاص هي فعلا بقالية مستمرة هو لو تابع بعض النمازج إحنا بناخد في اللقاءات اللي إحنا بنعملها نمازج من الشباب اللي اشتغل قطاع خاص وبناخد نمازج من الشباب اللي عمل ومشروعات لوحدهم لو قاعد مع الشباب ده وسمع منهم ودي الآلية اللي إحنا شغالين عليها دلوقتي بيشجعوا الشباب على ثقافة العمل الحر بطريقة بلغتهم بطريقتهم هم فبالطبيعي إن الشاب لما بيسمع شاب بزيه إزاي نوش تعمل في قطاع خاص هقول لحضرتك حاجة بسيطة مطعم الوجبات الجاهزة المنتشرة في مصر كتير النهاردة الشباب اللي بيشتغل فيها معظم ومؤهلات عليا الشباب ده مؤهلات عليا وبيقف هو بياخد مرتب كويس ومبسوط ويمكن في البداية كان متضرر إن يروح الوظيفة دي لكن لقى نفسه فيها ومن خلالها بيبدأ إنه هو ينقل على وظيفة تانية أو تالتة طول ما أنا بنزل سوق العمل القر طول ما أنا بلاقي وظيفة واثنين وثلاثة طيب أستاذ نحضرتك بقى نبتدي أنا استقبل تليفونات سيدة الموطنين لأنه عندهم أسئلة كتير جدا هنرجع تاني هلسة معنا وقت طيب معنا محمد من أهلية صباح النور علي صوتك شوية يا استاذ محمد صباح النور تفضل يا فانا صباح النور تفضل سماعين نعم محمد بقى صباح النور أهلية من أصوات مش عارف اسمع كويس بس السود بعيد سماعي يا فانا تمام سمع يا فانا بتفضل حضرتك حضرتك أنا لقيت أنا في أسكال حصلت على خمسداشر مادليا وعشرين مادليا في المحافل الدولية وأول أفريكيا ست مرات أول أفريكيا ست مرات وثالث عالم وأول في قطر وأول انتظرت حضرتك بتنكي دي فاتصلت حضرتك على صباح دريم من الأسبوع وصالتها أنا شكتك فانت حضرتك أنا نظراً للقلوف الاجتماعية والإصابة اللي حصلت في بطولة دولية في بيلاروسيا حضرتك أفطار في مناعز من اللعبة فاني صناط المحورة وصلت عليها كان صورت في بيلاران دي ومشيثين للفات برنامج ستعين ديها وعرضت نفسك لت حضرتك فنجد وزير الشباب والرياضة ووزيرتك تمنى التضامن الاجتماعي ولحد سأل فيها بنتي أنا ظروب يتعبانا وعندي دمن بلاد ومشي عارف أعمل هي أنا متسب بلاد كتير وما بش حاجة راضيزة حاجة أنا أعملها بنتي وحضرتك يعني أعملها بنتي ملاعز أفطر من 20 بطولك رحت المحافظة بقالية عمل جواب لشركة بطولك بلعام رحت هناك قالوا ما بيش حاجة جاء رحت لولي للشباب والرياضة ما عرفت جاءب لها بل مين يسمعني استنى أستاذ محمد خليك معي دكتور محمد دلوقتي هو كان بطل الرياضة وطبعا زي ما حضرتك سمعته وحصل له إصابة ما حدش سأل فيه هنعمل له إيه؟ والله ما فيش مشكلة هو بس نسيب اسمه في الكنترول وهنعرض أن نجيب البيان بتاعه ونعرض على سيدة الوزير ودي المفروض دور الاتحاد اللي هو كان بطل بتاعه يعني الاتحاد في إيه؟ اتحاد المفروض كابتن محمد المفروض أن هو لجأ للاتحاد الاتحاد انت لجأت للاتحاد؟ الدكتور بيقولك؟ ما حدش سأل فيه؟ طب معلش ما تقفلش اللي من فضلك كابتن محمد ما تقفلش والوزير أكيد يعني مش هيسكت في حاجة وسيادة الوزير مش هيسكت على الواقع دي معلش بس خليك لو سمحت عشان أعرف أخذ رقم تليفونك ما تقفلش معنش سيادة الوزير طبعا وزير الشباب والرياضة ياريت يهتم بحالة كابتن محمد لأن يعني هو فعلا حالته تستحق النظر هو كان بطل رياضي وقدم لمصر كتير جدا وحصل على مداليات وشرف بلده في محافل كتير جدا فإحنا بين ما ينفعش أن إحنا نسيبه كده وما نسألش فيه ويحس أنه بعد كل التعب اللي تعبه علشان اسم بلده أن إحنا نتخلى عنه بهذا المنظر إحنا هنتبه حالتك يا كابتن محمد طبعا طيب وبشكرك جدا معنا أم أسماء من المنوفية يا أم عليكم عليكم السلامة فضال يا أم أسماء أنا لو سمحت أنا بناشد الوزير ابني واخد كلية تربية رياضية كلية تربية رياضية وأنا دلوقتي كنت أرمالة بقى ل13 سنة وجوزت إيالي وعايزة الوظيفة بقى لأنه فاتح بيته وأنا اللي بصرف عليه طيب هو مؤهل وتربية رياضية طيب دكتور عايزة سنة أنا عايزين نتكلم من الآلية الزي الأول نروح لهم هو طيب أم أسماء نعم حاضر تابعينا وأنا هسأل دلوقتي حالا الدكتور محمود وهيقول لك إيه الموضوع بالزبط تابعينا طيب دكتور محمود تفضل هو بس عشان نوضع شوية إحنا طبعا زي ما قلت في التقرير في الأول إن إحنا وزار الشباب ما كناش المعينين إننا نوظف للشباب لكن بحكم المسؤولية المجتمعية في المجتمع وزار الشباب بدءا من وزيري الشباب حطوا إن فيه مسؤولية على الوزارة إن إحنا لازم نحل مشكلة البطالة لأن الشباب ده لما بيلجأ بيلجأ دلوقتي لوزار الشباب فإحنا لقينا إن إحنا لازم نتحرك بقالية سريعة جدا ما نتحركش لوحدنا نتحرك مع الوزارات اللي زينا موجودة أكل لنا لينا ميزانيات لينا إمكانيات كويسة مادية ومعنوية فيه كفاءة كبيرة من العملين اللي موجودين في الوزارات دي عندهم استعداد يخدموا الجهة اللي هي بتقضي على مشكلة البطالة بشكل كويس إحنا عملنا ملتقيات التوظيف ملتقيات التوظيف دي بشكل مكسف بقينا ننزل في المحافظات إحنا مبارح كنا في اليوب عندنا يوم أربعة خمسة في المؤسسة العملية بتعلنوا عنها قابليها يا فاند؟ نعم بننوه كتير جدا إحنا بننوه في نفس المحافظة بنعمل إعلانات داخل المكان اللي فيه الملتقى بنعلن عندنا صفحة رسمية على الفيسبوك عندنا صفحة موقع لوزار الشباب عندنا كل سنتر تسعتاشر مية تلاتة وتلاتين كم عليش يا فاند؟ تسعتاشر مية تلاتة وتلاتين تسعتاشر مية تلاتة وتلاتين نكتب لو سمحتوا يا جماعة الكول سنتر تسعتاشر مية تلاتة وتلاتين وبعدين عندنا أكتر من كده إن إحنا بنبعث لمراكز الشباب بتعلق الإعلان اللي هو بتاع إن فيه ملتقى توظيف قابليها بمدة كافية يعني الناس كلها بتعرف مبارح في اليوب في النادي اليوب كان عدد كبير جدا من الشباب جاي يقدم كان معنا واحد واربعين شركة كان أكتر من ثلاث تلاف فرصة عمل حقيقية وكان الشباب عندهم استعداد وكان بيقدم إحنا فيه يوم أربعة خمسة في المؤسسة العملية في شبرة الخيمة وده اللي عملوا معنا الجامعة العملية يعني حاجة تخصية للشباب بتاع الجامعة العملية أو خريجي الجامعة العملية يعني بنجيب لهم المهن اللي تناسب المؤهلات بتاعتهم طيب أنواع القبل ما اسألك بس على التدريب يا دكتور يعني عايز أعرف أنواع الشغل إيه اللي موجودة عشان بس الناس يعني إيه بس حضرتك إحنا لما بنعمل ملتقى بناخد معنا من أقل حاجة يعني مبارح كانوا واحد واربعين شركة إحنا بنحاول في كل ملتقى ما يقلش عن خمسين شركة خمسين شركة دي إحنا بننوع في كل ملتقى خمسين شركة أقل حاجة أقل حاجة بننوع في وبعدين مش كل ملتقى نفس الشركات إحنا بناخد شركات متنوعة عندنا شركات كتيرة جدا بتطلب عمالة كتير زي المواد الغذائية الشركات اللي هي بنسميها السوبر ماركت الكبير مش عايز أقول أسماء طبعا لأنه ممنوعة دي بتطلب عمالة بشكل كسيف لأنها عندها فروع كتيرة وبتفتح وكذلك عندنا شركات صناعة السيارات أو شركات اللي هي السيارات نفسها بتطلب عمالة عندنا شركات الأمن بتطلب عمالة شركات الأدوية والغذاء بتطلب عمالة الصيدليات بانتشارها في مصر بتطلب عمال المطعم الوجبات الجهزة بتطلب عمال المصانع احنا موضوع المصانع ده مهم جدا يمكن اقول لحضرتك التجربة احنا عاملين يعني لقاءات مستمرة مع جماعيات المستثمرين في المناطق الصناعية جماعية مستثمري اكتوبر جماعية مستثمري العبور العشر من رمضان برج العرب في المناطق الصناعية الموجودة في الانحاء الجمهورية احنا بنجيب منهم قاعدة بيانات اسبوعية بالشركات والمصانع اللي عايزة وظائف تمام واحنا عاملين حاجة كؤيفة دي جديدة مش موجودة ياريت الناس خياتحفظها موقع اسمه مصر تعمل مصر تعمل مع احدى الشركات التكنولوجيا المتقدمة مصر تعمل ياريت دلوقتي حتى وإحنا على الهواء يدخل اي حد عليه هيتأكد ان عليه اقل حاجة 45 الف وظيفة متقسمين مجالات سلسائية لو حد يا جماعة يدخل على موقع مصر تعمل دلوقتي عليه كامي فانتم حوالي 45 الف وظيفة وإحنا بنجدد في الوظيف دي على طوله بنعمل فيه استمارة بيقدم فيها وبنعمل تشبيك مخليين فريق عمل يعمل تشبيك مع الشركات علشان اللي لقى مؤهل وفرصة عمل ليه بيتصلوا به الشركة بيروح يعمل الانترفيو وبيتقدم دي تسهيلات من ضمن الحاجات اللي موجودة احنا باستمرار اسبوعيا بنحدث الموقع ده وبعدين غير ملتقيات التوصيل معانا الموقع معانا عاملين 120 مركز في المحافظات اسمه مصر تعمل موجود في مركز الشباب احنا حطين اسمهم على موقع مصر تعمل بيدخل الشاب بيشوف اقرب مركز ليه بيروح يسأل ايه الوظائف المتاحة في الشركات الموجودة يعني اكي انه بنقدم له مركز خدمة بدل ما يروح يفتح الجرنان ويدور على وظائف خالية زي زمان لا ده انت عندك اماكن ايه باستمرار بتنزل فيها الوظائف انا عاملين امكان في التقرير حضراتكو جبته من نظامة العمل الدولي انا عاملين معاها خمس مراكز اسمها نادي الوظيفة عشان نقرب للشباب ايه هي الوظائف المتاحة حالا دلوقتي زملائي في الاعداد هيدخلوا على الموقع هجيبوه حالا دلوقتي نشوف بس وهيلاقوا التأسيم بتاعت الوظائف وازاي انها وظائف هي الغازل والنسيج الوحده وظائف لل احنا هنعرف هذا الوظائف كل الناس اللي هتكلمنا هنقول لهم ايه التفاصيل بالضبط يعني علشان يقدروا انه هما يستفيدوا على قد ما نقدرنا الوظيفة والشروط اللي هي المفروض يكون متقدم عليها وفي الابليكيشن لو عايز يكتبوه زي دي الموقع ده بينازل كل البرامج التدريبية اللي ممكن ان اي شاب يستفيد بيه احنا هنتكلم طبعا البرامج التدريبية دي مهمة جدا طيب معانا محمد من دومياط طيب معانا اسماء من المنوفية هلو ايوا يا اسماء عليكم السلامة فضالي انا معانا لصمت الاف سنة الفين وعشرة وخصت بلوقت اربوي الساعة اللي فاتت وكنت مقدمك في 30 الف معلم بس كان عاوزيني الشهادة وانا كنت لسه باخد تمام سنة عاوزة اشتغل وانا دلوقتي مطلقة ومعايا ايدي طيب بوس يا اسماء الوظيف اللي موجودة طبعا كلها قطاع خاص تمام ويعني اكيد هيكون متوفح احنا هنوريلك دلوقتي الموقع وانتي تقدري كمان تدخولي عليه هنعرض حالا الموقع كمان بس يعني اكيد ده اسماء المؤهل هيسمح لها بحصول على وظيفة مش كيفا هقول لها حضرتك يا كواس انها قالت المؤهل لان انا عندنا مشكلة في القطاع الخاص ان الشباب اللي معاها مؤهل لصنص حقوق لصنص اداب مش عايز يشتغل غير الحاجة اللي هو دراسة في الكلية لا هي البرامج دي الشركات دي بتدي له برنامج تحويلها واشتغل في عملية ادارية فمش عايب ان انا اطور نفسي واشتغل العمليات الادارية مهم اوي اسماء انت معانا اي ومعيك طيب دلوقتي احنا يعني انت عايزة تشتغل في حاجة معينة ولا انت عايزة وظيفة بشكل عام وظيفة وخلاص هي وظيفة في مركز شباب في مدرسة اخصية اجتماعية في مستشفى في محكمة هي ما عندهاش مشكلة في ده لا ما فيش مشكلة بس هي زي ما بتقول كده عايزة مركز شباب او عايزة بص يا اسماء في وظيف بس يعني هتكون مناسبة لمؤهلك زي انا دكتور بيقول بس يعني حنامد دلوقتي مع بعض كده خطوات عملية على هوا ازاي ندخل على الموقع وازاي ان احنا نحصل على الوظيفة دي ولو سمحته كمان اللي حاول يبعتلين على فيسبوك يقولين المؤهل بتاعه عشان نقدر نقوله ايه المناسب لي المرتبات بتبقى من قد ايه فان طب ياريت يعني ياخدوا من الانوية التليفوني والمتاجر حاضر وتابعينا علشان نوريك ازاي تدخلي على الموقع تمام شكرا يا اسماء اه هي احنا بالتفاوض مع الشركات المرتبات اقل حاجة لحد الادنى اللي هو الف ومتين جنيه بتبدأ من الف ومتين بتبدأ من الف ومتين جنيه حسب الخبرة بتاعته بس هي المشكلة الشاب ما بيحسبهاش كده طب احنا الموقع اهو اه بالضبط بتدور على شغل لو فتح وهيلاقي متقسم الوظيف هيتقسم كده اتفضلوا ايوه ندخل على على دي صح زي ما هم عاملين كده بالضبط تمام كويس قوي طيب عرفتوا اه طبعا سيدة المشاهدين هنعمل ايه هندخل على موقع مصر تعمل ونعمل كده زي ما شفنا على الهوى بنكتب المؤهد وحنا عاملين هلهم ببساطة جدا عشان الناس تعرف تدخل عليه وتعرف تدخل عليه لاني مش كل الناس بتجيد ايوة بالضبط طيب الالف ومئتين دول يا فندم آآ الف ومئتين جنيه ده الحد الان لو هو بيبتدي انواع الشغل هنا شكلها ايه بقى بتوع الالف ومئتين دول لا بص يا حضرتك انواع الشغل حسب الشركة ما بتطلب يعني حسب الشركة ما بتقلش عن الف ومئتين جنيه لا ما بتقلش عن الف ومئتين توصل لكام في بعض يعني احنا عملنا تجربة جبنا رئيس جماعية مستثميري 6 اكتوبر جبنا في لقاقت في مصرح الوزارة وجبنا مجموعة من الشباب قلنا له يا جماعة اللي عايز يدور على شغل يجينا في اليوم ده عرض عشر تلاف وظيفة كلها مختلفة فيه بتبدأ بقى الف ومئتين وفيه بتبدأ بقى الفين وفيه بتبدأ وقال لهم بس اطول المعايير والشروط بتاعتكم تبقى لكل وظيفة والناس قدمت كتير والناس اشتغلت هي المشكلة الناس ما عندهاش قناعة انها هتشتغل هم شكين ان الكلام ده في صدق اولا بس احنا عاديين نهارده علشان نوصل لهذه القناعة ونوصل للحال بس انا عايز اقول حاجة علشان برضو دي مهمة للشابات هو الشاب بيحسب ان الـ 1200 انا هركب موصلات ب300 انا هاكل مش عارف فطار بكذا فهيفضل من الـ 1200 هيفضل لـ 400 ايه يعني مش هيعملولي حاجة فما بيرضاش يروح هو لو بدأ حياته بكده يبقى عمره ما هيشتغل لازم اتعب اول سنة واتعب تاني سنة لان انا من داخل الشغل بلاقي شغل تاني لا وفيه شركات كتير ومصنع متواصفر اوتوبيسات بالضبط طيب معانا احمد من المنوفية الو الو ايوا صباح نور تفضل يا استاذ احمد لو سمحتي انا كنت عايزة تواصل مع الاستاذ عايزة تواصل مع هو سامعك دكتور محمود سامعك انا كنت حاصل على لصان صحقوق دفعة 2009 واخد ماجستير في القانون السنة اللي فاتة 2015 فكنت بضوع على شغل وانا مستعد ان انا اشتغل في اي حاجة يعني الساد الوزير يقول عليها تمام فاضلي دكتور يجي لنا تحت امره او هاتخد رقم من الكنترول وبس هعرف المؤهل بتاعه هنتواصل معه مع شركة من الشركات هو لصان صحقوق هننسى موضوع لصان صحقوق كشير فمن الكشير انت بتكون نفسك وتبدأ تتحرك من الكشير توصل لمحاسم بيرفط بيرفط ما هو من البداية العقلية دي هي اللي عشان كده هنا عاملين حاجة في التدريب هقول لحضرك علامة الدينة فرصة طيب اه رجب من الجيزة طيب رجب حاول تكلمنا تاني سامح من الاليوبية عليكم السلام عليكم السلام تفضل يا استه سامح اه حضرتك انا عندي مشروع على فتح ورشة وعندي مكان اساسية بتاعخيات ولا بخيط ميلايات صراعي يعني بخيط ميلايات وكده بس محتاج مكان اوبر ومحتاج بضاعة بس حضرتك طيب في المشروعات بتوفر حلوة كويس انا ممكن اقول عليها طيب خليك معنا كده يا سامح كويس اني سامح اللي قال الموضوع ده يعني فعلا موضوع المشروعات الصغيرة ده مشروع مهم واحنا عملنا يعني جهد كبير مع الصندوق الاجتماعي الحقيقة الصندوق الاجتماعي كان زمان الناس بتخاف تاخد اه بس هم دوقتي بصراحة يعني بتشتغلوا بقالية كويسة جدا جدا لانه ما بيدوش الناس فلوس هي الاول كان بيديله فلوس فالقرد كان بيضيع قبل ما يوصل للمشروع بتاعه هو بيدوله في شكل خمات ومعدات وشكل حاجة يعني هو بيجيب المكان اللي هيفتحه وبعدين بعد كده بيكتب هو عايز ايه اللي احتياجات اللي جوه وبعدين الصندوق من خلال لاجنة معاه بينزل يجيب له الحاجات دي بنسبة تمانين في المية من قيمة القرد اصبح ضمننا ان المشروع قائم وبعدين لعشرين في المية عشان يكمل مالي يعني عشان يكمل احتياجاته اللي محتاجها المشروع يعني اللي دي ممتازة بصراحة كان بتبنى على الاهدار هي ليها نوعين يا اما عايز يفتح مشروع جديد يا اما عايز يكبر المشروع بتاعه ففي اي حالة يتوصل معنا واحنا بنوصله مع الصندوق طبعا وتحياتنا ليك طبعا يا سامح ان انت يعني بتحاول ان انت طبعا تكبر مشروعك بالتوفيق ان شاء الله طيب التدريب التدريب احنا طبعا كنا عملنا مع الشباب استفتاء كده او استبيان زي ما بنسميه اللي انت محتاجه عشان نقصك في حياتك عشان تبدأ تقف على رجليك وتعمل مشروع لوحدك او تتقدم الوظيفة وانت واسك في نفسك جلنا المبادرة دي كانت كويس اسمها اسم مستقبلك جلنا حاجات كتير لقينا ان احنا لازم نضرب الشباب على جزئين محورين حاجة اسمها المهارات الحياتية وجزء تاني اللي هو مهارات سوق العمل الحور المهارات الحياتية ان الشاب عايز ياخد الثقة في نفسه ان يقدر ياخد قرار يصنع قرار قبل ما ياخد قرار ان الشاب يقدر يخطط لمستقبله ان الشاب يقدر يقتنع ان المؤهل بتاعه ده يقدر يشتغل بي اي شغلة مش شغلة واحدة ان يقدر يعمل مهارة التواصل ازاي يبني فريق العمل ممكن ابتدي مشروع ما بقاش لوحدي ابتدي بيه مع مجموعة الزملاء بدل ما انا محتاج كارد كبير لوحدي اتحمل مسؤوليته لا انا معايا مجموعة من الشركاء بتحمله معايا المسؤولية وده بتخفف او بتشجع على بداية المشروع الجزء التاني اللي هو مهارات سوق العمل ازاي يختار المشروع اللي هو هيساعده انه يدير المشروع ده ازاي انه هو يعمل ليه تسويق الكتروني للمشروع وده مفتقدة عدد كبير من الشباب ان عندنا التكنولوجيا كويسة جدا لكن ما مش عارف يستغللها شارفين يستخدم يسوق لمشروعه الشباب اللي بيسوق لمشروعه النهاردة ما شاء الله شغالين كويس جدا لانه عارف ازاي يوصل للاماكن بتاعه ازاي انه هو يعمل دراسة جدوى بتكنولوجيا المعلومات للمشروع بتاعه اداء التفاصيل دي بتساعده على انه ينجح في المشروع لازم يعمل فيه نموذج زي نموذج صوات بيعمل فيه الفرص والتحديات اللي موجودة نقاط القوة ونقاط الضعف بيطور نفسه باستمرار عشان يعرف ازاي ينجح المشروع بتاعه طيب معانا ريدا من الدأهلية ريدا حاول تكلمنا تاني ماجدي من الدأهلية ايوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفاضل يا استاذ ماجدي اه بقول لحضرك اه القرص العمل المتاحة اه ففيش ربط بينها وبين الادراسة الاكاديمية بمعنى ان الشرطة مجحة جدا 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 في توظيف الطلبة بتوعها طيب ليه نظام الشرطة ما بيطبقش على المستوى الاعمال الخاصة الاعمال الخاصة لما بنيجي نطلب مهارات ما بيلاقيش المهارات اللي مصروبة احنا دلوقتي انا مستوى ده دور التدريب بقى يا استاذ مكدي ده دور التدريب اللي بيتعامل دلوقتي يعني دلوقتي بيتعامل تدريب اتفضل يا فان ليه ما يكونش اكاديمي ليه بيضيع طالب عمره انه هو ما يتضربش في العمل اللي هو هيقوم بيه طالب الشرطة اثناء الطالب الشرطة اثناء الاقتراسة الاكاديمية بتاعته بيتضرب وبيبقى عارف هو في النهاية هيبقى ايه طيب ليه الطالب بتاع الكلية تجارة او كلية تندسة او كلية ليه الطلبة العاديين ما بيكونوش مؤهلين للوظائف بتاعتهم الكلام ده بيتحمل برا هم هرد علينا طيب تابعنا يا استاذ مجدي بشكرك على مقترحك دكتور محمد صدق استاذ مجدي جاب نقطة حساسة جدا فعلا يعني الراجل طالب الخدمة الاجتماعية بينزل في اخر سنتين بيتضرب في الاماكن اللي هو ممكن يشتغل فيها المؤسسات الاجتماعية التربية الراضية بينزل يتضرب في الجزء التدريس بينزل مدارس او اندية بياخد حاجة اسمها تدريب عملي هو اتكلم نقطة كويسة ان احنا لازم نربط سوق العمل الحر بالمؤهلات اللي موجودة ان احنا نحاول نخلي التعليم يخدم على ما هو ده التواصل بقى بين الوزرات ده ده الوزرات التربية والتعليم والتعليم العلي في الاساس اقول انا بشتغل لوحدي ما يتوصلوش مع بعض بس اقول حاجة كويسة يعني احنا عملنا حاجة اسمها دورات في الهندسة لخريجي مدني وعمارة احنا جبنا الجزء اللي بيقول عليه الاستاذ مجدي جبنا متخصصين في ادارة المشروعات ناس تنفيذيين بنزلوا ويعملوا المشروعات الهندسية هم اللي بشرحوا للطلبة للخارجين اسم ادارة المشروع بياخد عملي هو بيشوف عنده بيشرح له بالداتة شو المشروع ده بتعمل ازاي وايه العقبات اللي ممكن تقابله في المشروع وايه الاخطاء اللي ممكن يقع فيها لان المشروع ده مشروع بنى الغلطة فيه ماينفعش فيه واحد في المليون وبعدين بياخدوا زيارات لاماكن بيتم فيها المشروع على الطبيعة وبيوري لهم بعض الاعمال هو ده اللي يصدق ان لازم ناخد الناس عمليا مايبقاش كله طلقين مايبقاش كله ان انا بديله منهج ويقول له ذكره في الاخر يعني ان هو يعني خمسي في المية فقط انما لو هتمد على طلقين 100% يعني طالب الحقوق ده المفروض ان ينزل يتضرب في اماكن مكاتب محامين وهو في سنة رابعة او في سنة تالتة عشانه طيب معينا سعودي من المنوفية طبعا من الاليوبية فاندر من الاليوبية فدر من الاليوبية اي فاندر انا عدت بره في الخارج 18 سنة في الفرنسلية وبعد ما عدت 18 سنة رجعت اليد سني مش موافر الوظيفة عمالك مشروع صغير جبت اوتوبيس ثم اناه الشرطة والجماعة في الشارع الله يرضى عليهم بيعون الوتوبيس ودلوقت الدرائب خربة بيتي عمالين بيحولوني من درائب الاناطر لدرائب الكاهرة علشان انا مرضيتش ادفع رشوة في ضرائب الاناطر الخيرية وبوجه تذبتي للسيد وزير المالية الحقنا يا باشة فيه فساد في ضرائب الاناطر الخيرية في مافيا لما انا مرضيتش ادفع بيعوني الوتوبيس وانا دلوقت بيحت عزال بيتي عشان اصد الضرائب مش ما بيقى عزال بيتي عشان اأكل عيالي على فكرة طيب والله العظيم احنا في مافيا والله العظيم الحقونا حرام عليكم طيب استى السعودي لو سمحت شوية من فضلك ما تقفلش ما تقفلش عشان هنحتاج عشان لان فيه يعني اه يعني يمكن حد يحتاج تليفونك بس ما تقفلش بس خليك معنا طيب احمد من السويس احمد ايوها السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا استاذ احمد اه دلوقتي ايه يا فندم انا معايا لصنصح او دفعت 2006 وبدور على اي شوك احنا هنا من السويس يعني عندنا عندنا شركات كفاءة النهية تخلينا كلنا نشتهل بالجامل بس الشركات هنا هو تقول لها اتجاعها انهم بيشغلوا العمالة الي من برا وبيتجعلوا السويس تماما انا ضفعت حضرتك 2006 حتى النهاردة مفيش شركة ما اروحتش رميد فيها سيدي الا ودرامة في الزبالة وما حدش عبرنا خارج طيب انواع العمل اللي الشركات دي بتطلبها ايه جميع انواع الوظائف طيب بيطلبوا تدريب او شهادات خبرة مثلا في تأهيل او تدريب كل حاجة فاندي بيحنا استنفذنا معاهم يعني انا ما خليتش حاجة غير طيب انت حابب تشتغل في حاجة معينة ولا عايز اي فرصة عمل اي فرصة عمل اي فرصة عمل في السويس طيب سيب الرقم و احنا معنا شركات من السويس هناخد رقمك وهنوصلك دكتور معلين فيه شركات كتير اوي في السويس كمان دكتور محمود بيقول عليها مي ملمون فيها مي علي صوتك علي السلام عليك عليكم السلام تفضلي انا تربيه انجليزي انت ايه؟ تربيه انجليزي تربيه انجليزي؟ اه تمام يعني عايز افهم ايه الحواري عايز انا مش سمعك كويس يا ماي عايز ايه؟ افهم ايه الحواري انا لسه فتحة تليفزيون من شوية لسه فتحة تليفزيون دلوقتي طيب هنا وزارة الشباب بتوفر فرص عمل قطاع خاص بمرتب حد قدنى 1200 جنيه فحضرتك من المنوفية استأذنك ناخد رقم تليفونك او كمان تدخلي على موقع مصر تامل زي ما شفنا من شوية على الهواء وانتي لسه افتحة تليفزيون دلوقتي تدخلي على 1933 واسيبي رقم تليفونك وان شاء الله هنجد وزيفة فرصة عمل في قطاع الخاص لمياء من البحيرة ايه صباح الخير صباح النور لو سمحتي انا دفعة 2003 معايا خدمة اجتماعية بكاليوز خدمة اجتماعية خدمة اجتماعية ودبلوما في التربية 2013 ومطلقة ومعايا ادمي وعايز فرصة عمل في وزارة الشباب تمام تمام لمية نعم دلوقتي انتي عايزة فرصة عمل في قطاع خاص اي فرصة عمل مش كده اللي معانا دلوقتي قطاع خاص طيب ماشي طيب ماشي طيب هي من البحيرة كمان احنا يعني حنوصلك حاضر يا ماي هو كل دول اللي بقى متحلوم هو فيه فانتم استثناءات لليهم حالات خاصة لا والله بس احنا بنتواصل مع الشركات لان الشركة هي صاحبة القرار انا مش صاحب القرار احنا بالظروف الاجتماعية لان الشركات بتعمل عندها فيه حاجة اسمها المسؤولية المجتمعية من ضمن الحاجات بيرعوا زي الحالات اللي هي المعاقين بيتقدموا احنا كتير جدا من المعاقين يتقدموا واشتغلوا واشتغلوا عادي الملتقى للمعاقين اللي واحده كان فيه اكتر من 100 شركة وقدموا وظايف كويسة جدا جدا والمعاقين اللي قدموا كتير اشتغلوا بس هو اللي كان من قدم اكبر من الوظايف التارجد كان كبير جدا فالناس بتقرت اني ما فيش حد اشتغل يعني اه يعني انا ما بروح ملتقى الشركة عايزة تاخد 100 لكن هي بتلاقي المناسب للوظيفة حوالي 10 فبتاخد الاول العشرة الناس الباقي يقولوا ده الوظايف كدب لا هي مش كدب هو برضو كالشركة عايز ياخد المتوافق مع المعيار بتاعه آه تمام دي برضو نقطة اه مهمة هيرجع لحضرتك فيها حالا معنا محمد من الاليوبية الناس كتير النهار ده كويس عشان هي فعلا فيه بطالة يعني محمد السلام عليكم عليكم السلام تفضل حضرتك الحمد لله اه لو سمحت حضرتك انا اه راجل شغال وكده بس حصل ظروف وعملت عملية باتر وعندي شغلي عايزة روح الشغل بس وكنت اتصلت على حضرتك مرتين ثلاثة على اساس قلتي لي فيه كراسي هنا هتساعدك في المشي انت عايز كرسي متحرك عندنا عندنا ما انت حضرتك قلتي لي عندنا 10 كراسي واحد مقرع لا دلوقتي عندنا 18 بيبلغون يا همزو ملاقي في الاعلان بس لو سمحت ما تقفلش اش عارف اخد الرقم معلش ما تقفلش انتو انتو احنا اه يعني احنا مش بنلاقي الارقام بتاعتكم لانكم بتقفلوا على طول فما بعرفش اخد الرقم ما تقفلش يا محمد لو سمحت عيسام من القاهرة ازو صباح خير صباح النور فضل يا اساس اصام انا حدثك انا شغال من تفكت سياحة شغال في ايه يا فندم لا عندنا ناشر شاركات سياحة شاركات سياحة وعنده فرص عمل في القاهرة او اسكندرية انت عندك فرص عمل في القاهرة او اسكندرية في شركات سياحة ما تقفلش يا استاذ عصام من فضلك وبشكرك جدا طبعا اتعاونك معنا يعني عبدالوهاب من السويس عبدالوهاب حاول تكلمنا تاني طيب استاذ عصام انت معنا ايه يا فندم معاكي الفرص العمل اللي عندك دي عبارة عن ايه ملليل تسويق وناشر شغال في السياحة الداخلية وسياحة الخارجية انا عاد كل الاقصام عندي في شركة السياحة في القاهرة واسكندرية مرتباتكم وقد ايه الحد الابدل الف ومتين زائد عمولات كمان يعني زائد في مؤهلات معينة مطلوبة يا فندم فوق المتوسطة كمان فوق المتوسطة طب استاذ عصام خليك معنا لو سمحت احنا يعني مرتب الف ومتين وعمولة شركات سياحة في القاهرة واسكندرية استاذ عصام بشكرك شكرا جزيلا على التعاون يعني معنا طبعا مع برنامجنا صباح دريم يعني هو محتاج فرصة شفتي دكتور بقى اللي انا قصده ايه الناس عايزة 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 وده كويس ده مؤشر كويس ان الناس عايزة تنزل يعني حتى اللي قديم اللي هو الفين وتلاتة و الفين و سبتة ما نعرفش ايه المشكلات اللي كانت عندهم انه ما فكرش ينزل سوق العمل هول لكن دلوقتي بيفكر فده مؤشر كويس احنا في الملتقيات لقينا الاقبال شديد يعني الناس عايزة تشتغل ليه لانه فعلا امن دلوقتي انه ما فيش شغل في الحكومة او امن انه هو لو خد مشروع صغير ممكن يفشل في خايف انه ياخد كارد ويزنه نفسه ولما عليش انا اسفل استاذ عصامل الكلام من شوية ممكن ينضم ليك وحضراتكم تتعاونوا معي له هو عايز يوفر لشباب فرص اه ياريت طبعا ياريت طب احنا خدنا رقمه وهو عايز ينضم المبادرة بتاعت حضراتك ده بالعكس ده شرف لينا بس احنا كمان بنتأكد من كل شركة بتتقدم لنا ان الوظيف دي جدية طبعا طبعا باساسي في المعيار معنا اه يعني ما بيطلبش فلوس من الناس بتتقدم الاختبار والكلام ده كله ايوة تمام يعني ده لو لقيناه شركة بنمنع التعامل معها نهائي طيب معانا سيد من سهاج السلام عليكم السلام عليكم السلام تفضل يا فندا انا معايا معهد فني 97 ومعايا اشار التأييلك وسرع الجن تابع زر حيات الخاصة معهد فني 97 97 تفضل ها كم طيب ما تقفلش ما تقفلش استانى طيب ودلوقتي معاهد فني يعني فيه اكيد بس هو بيقول حاجة خمس تلاف مش عارف حالة حاجة صحية او حاجة هو الشركات ما بتطلقش اكتر من 35 سنة نهائي الشركة بتقول هي بتشغل الشباب اللي هو لسنه المتاح لغاية معادة الشركات الامن شركات الامن هي اللي بتطلب فوق السن ده لانه بيقعد اشراف او بيقعد في مكان او حاجة لكن كل الشركات متفقة على السن ما يزيدش عن 35 سنة لكن الشركات الامن هي المتاحة لها بس حتة او بعض الشركات بتطلب لي امناء المخازن بتاخد السن لفوق 35 من نوع الاستاذ اللي اتصل من شوية ملوش حاله هو سنه اكيد عدى 35 لا ما انا بقول لحضرك ممكن بيروح امين مغزن او الحاجات دي او امن ماشي طيب تمام زينب زينب ايوة مع حضرتك اتفضلي يا زينب ازاي حضرتك عامل ايه الحمد لله اتفضلي الحمد لله والله انا بقول لحضرتك دلوقتي احنا عندنا مشكلة احنا كشبية يعني احنا مفيش حد بيشتغل بتخرجه اولا ثانيا انا واحدة مثلا من الناس بتكلم عن نفسي اتدمت في كل الاماكن الحكومية اللي حضرتك ممكن تتخياليها مفيش اي حد بيقبل اي حاجة كل حاجة لازم فيها واسطة ومش عارف اعمل طبعا بقولك يا زينب طبعا انا ما ايديش رأس مال زينب مفيش شغل في الحكومة مفيش شغل اصلا في الحكومة ولا بواسطة ولا مغير واسطة هو خلص خلاص اتقفلت انا بقول لحضرتك احنا مش عايزين نشتغل في الحكومة احنا عايزين نشتغل في شركات محترمة بقرة تنبتنا عقولة نقدر نعيش منها ما نبقاش بكرة وانك تخيلين ان احنا ممكن صاحب شركة مثلا يقول لنا مع السلامة في اي وقت فاماني حضرتك ايوة حبيبتي احنا بنحاول ان احنا نغير الالية دي لانه طبعا في وزارات المفروض ان هي بتشرف على شركات القطاع الخاص بحيث ان هي توفر لك الامن والامان بحيث ان انت تعمل تشتغلي في امان ويبقى ليكي مستحقات وليكي حقوق وليكي تأمين وليكي كل حاجة بس عشان نقدر نحل هذه المشكلة لازم يكون انت عندك اصلا ثقافة وعقلية ان انت تشتغلي في القطاع الخاص وعندك هذا الاستعداد تبدأي شغل هنا او هنا او تشوفي ايه اللي يناسبك ويناسب مؤهلك تمام انا حضرتك بكاري بيس خذكت معي واتمت في يوم من الايام ان انا اعمل مشروع 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 يعني انا مش عايزة مشروع عايزة مشروع صغير مش عايزة اشتغل في شركة عايزة اشتغل في حكومة انت عايزة تعملي مشروع خاص بيكي انا عاوز اعمل مشروع خاص متوفر ايه ويكون حاجة على قد كده ابدأ منها صغيرة واكبر منها واحدة واحدة يعني طيب عندك طموح معين تعملي مشروع معين زينا بحاول يتكلميني تاني عشان افهم منك يعني لان فيه تدريب المفروض ان انت بتحصولي على دورات تدريبية عشان تقدري ان انت تنجحي المشروع مش مشروع وخلاص تاخد دورة وبعدين بنلحكها مع السندوق الاجتماعي والسندوق كمان بيعمل لها دورة في المشروع اللي هي بتاخده عشان يضمن ان هي تشتغل في المشروع كويس بس هو اختيار المكان بتاع المشروع هو ده اللي مهم يعني المكان ده اللي هتشتغله عشان السندوق بيبص برضو ان المشروع ده هينجح او مش هينجح من المكان دي دراسة بقى هي دي دراسة هي دي دراسة الجدول طيب معنا تليفون معنا ام جيهان مسكندرية ايو انا معاك يا امان تفضلي بقولك انا عندي بنت دبلوم تجارة 2008 2008 اه تمام هي اشتغلت بعهد الاول في مجالسة خاصة قعدت سنتيه السنة وبعدين قالوا لا لا ما هتعجي معنا وهنشوف تفقاتك في العمل هنعجي طيب طيب ام جيهان اصتأذنك برضو ان احنا يعني دكتور محمود هيتوصل معاك بعد الهواء يوسف يوسف هلو ايو يا فندم انا عندي معرض اجهزة كهربائية تمام وانا سمعكم على التلفزيون السيد الوزير بتكلم على سبيل ان احنا المشروعات وكده فانا غيرت النهاردة انا مش عارف ارقص المشروع ولا ركب عدات وكل شوية كهرباء جات شورة الكهرباء جات ومش عارف منه ارقص المشروع ده كل دفاعات فلوز ورجع عشي تاني معرض فين يا فندم مكانه في اينا في مركز بور في اينا طيب مركز بور خلي الدكتور يرد عليك شكرا يا استاذ يوسف هو معرض اكتاع خاصة اه هو عايز يركب عدات كهرباء من شعر هو مع شركة الكهرباء بالزبط بس احنا احنا بنتحاول ان احنا بس نساعد نبسط له يعني طيب نبسط الموضوع اكتر شكرا يا استاذ يوسف معنا عمر السلام عليكم عليكم السلام فاضل يا استاذ عمر انا دلوقتي حضرتك شغال في شركة اكتاع خاص بقالي اه تلات سنين وما امنوش عليا عمال اطلع للاتش ار اكلمهم ووضح لهم يا جماعة انا عايز امضي عقد ولحد دلوقتي ما امنوش عليا خالص عمر انت بتشتغل بايه انا شغال بالمؤهد تاني اه ما مضيتش عقد يعني اه ما مضيتش عقد وحقوق مش عارف اخدها وبقالك تلات سنين بياخد المرتب بتاخد مرتبك بياخد مرتبية بس مليش اي حقوق مرتبك بيزيد ما بيزيدش طبعا ام انت بتشتغل كده في الهواء مفيش عقد هم الشركات كلها كده شركات كل شركات الكولد سنتر كده ولو حضرتك لو نزلوا الوزارة نزلت واشرفت على الشركات دي هتلاقي ان فيه ناس كتيرة او مظلومة وعايز اقول لحضرتك شركات كتير جدا طموحة في الشركات دي بس هو ما فيش شغل فمضطر ان هو يشتغل في المجال ده وحرام ان احنا نوعه بتلات سنين مش متأمن علينا طيب بناءا عن المفروض الشباب تعمل اللي عليها احنا عملنا اللي علينا والوزارة ما عملتش اللي عليها الشركات دي ما عملتش اللي عليها وحياتنا كلها عطلانة اسمعني طيب طيب دكتور محمود هيرد عليك خليك معا واحنا برضو المشاكل دي جات لنا من الشباب وعملنا ثلاث لقاءات بحضور الوزير مع جمعيات المستثمرين ومع المسؤولين عن الـ HR في الشركات كلها مسؤول الموارد البشرية في الشركات ودي كانت خطوة كويسة مننا الوزارة برغم ان احنا مش المسؤولين عن النقطة دي لكن احنا بنبص لها ان حاجة تهم الشباب وفعلا قلنا المشكلات اللي هي عدم تأمين على الناس عدم هما الشركات عندهم حاجة بيقولوا لازم اتأكد مبدئيا ان الشاب ده عنده استعداد انه ما يجيش بعد ما امن عليه يقوم ماشي لانه بيفتح له ملف تأميني وبيبقى ملزم انه يسدد الملف التأميني ده حصته كشركة على طول فطول ما هو شايف ان الشاب انا ما بقللش من قيمة الأستاذ اللي كلم بس هو كشركة طول ما هو شايف ان لسه ما عندوش الأمان من ان الشاب ده يستمر معاه هيبدأ ان هو ما يعملوش الملف لكن هيعملو الملف وبعدين ده دور وزارة التجارة والصناعة وزارة الكوة العاملة بس لازم يقولوا يعني لازم يبلغوا هم بيخافوا ان لو بلغ او اشتكى حيمشي الشرك لا انت لازم تبلغ او استاذ عمر انت معنا انا معاه حضرتك طبعا طيب انت يعني دلوقتي دكتور محمود بيقولك ان ده طبعا هو معاك تماما في اللي انت بتقوله بس هو بيقول ان انت لازم تبلغ يعني لازم تبلغ الجهات المسؤولة ان الشركة دي ملهاش حقود مش مأمنة عليك مش موفرة لك حقوقك علشان تعرف تحصل على حقك ما تخافش الفكرة كلها ان انا يعني فيه ناس قبل كده اشتكت ومشت من الشركة ما هي دي بقى اللي مخوفها الناس يا دون يعني ايه فيه جهر قضية من وزارة قوة العاملة وزارة تجارة الصناعة لازم انهم بينزلوا يتابعوا على الشركات دي ويشوفوا سامع يا استاذ عمر انا سامع طبعا حضرتك ارجو ان حضرتك تحاول ان انت تبلغ الجهات الرقبية ما تخافش ما فيش حاجة سامع وهو على فكرة هي الجهات ما بتقولش دلوقتي المصدر اللي بيشتكي يعني دي برضو حاجة كويسة في الناس اللي يحافظوا عليه فانت حتى لو بلغت هم مش هيعرفوا ان انت اللي بلغت هو مستقبل البلد في القطاع الخاص طبعا نحل المشاكل دي دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها هنفضل كده هيفضل فيه بطالة هيبقى المشكلة متفاقمة احنا عايزين نحلها من البداية وفيه شباب كتير جدا عايزين يشتغلوا كل الشباب والله عايزين يشتغلوا عايزين بالعكس فيه نفس الناس اللي يتفضل القطاع الخاص عشان الفلوسه احسن بس برضو الناحية الجزء التأمين على الحياة ما احنا نهاردة فعلا بنحاول يا عمر ان احنا نحل القصة بتاعت القطاع الخاص ان جميع الجهات الرقبية في الدولة تتكاتف عشان تشرف على القطاع الخاص علشان زي ما برضو يعني الاستاذة اللي اتصلت من شوية ان هي تقدر تشتغل في امان اقدر اشتغل وانتج في امان شكرا يا عمر وتحياتي لك واكيد هنتابع معاك ارجو ان انت بس تحاول تتواصل معانا مرة تانية عشان تبلغنا ايه اللي حصل ايناس من المنوفية علو ايويا ايناس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ممكن اتكلم بالنسبة لي وجوزي اتكلمي انت ايه المشكلة عندك انا جوزي سواق معا درجة اولى بس مش لاقي شغل كلما يقدم في شركة او اي حاجة يروح يقدم الورق بتاعه وما بيقبلغوش اه وانا بالنسبة لي انا معايا دبلوم صنايا دفت 2005 ومعايا تفل معاق وعيز اشتغل اي حدا عشان خاطر طيب طيب او بالنسبة للسواقين احنا بيجينا في الشركات كتير جدا بيطلبوا سواقين وخاصة في الجزء بتاع مندوبي المبيعات يعني انه بيبقى المندوبي المبيعات ده اللي بيطلع بكمية ديرة يعني فيه حاجة للسواقين بيبقى مع السواقين وعندنا وظايف كده ولو دخل على مصر يتعمل بس هي طبعا الظروف ممكن ما تكونش قادرة تدخل او قريب من موهنة لما اجي دور على شغل بقى لازم اتنازل شوية اه يعني اجي على نفسي شوية لو لقيت وظيفة مناسبة بل انده راجل معاها رخصة درجة اولى يقدر اشتغل تب اخد رقمها حاجات كتير جدا اه اه ماشي اناس ما تقفلش من فضلك بس عشان اعرف اخد رقمك سعيد من اسكندرية الو الو ايو استاذ سعيد تفضل السلام عليكم عليكم السلام لو صبحت عندي ابني خريج سياحة وفنادق 2011 ابني خريج سياحة لا استاذ سعيد اه واتي صوت التلفزيون خالص وسمعني من التلفون من فضلك بقول لك ابني خريج سياحة وفنادق خريج سياحة وفنادق 2011 ومتجوز ومعايا انا فيه شغل اه عايزين نشوف له اي حاجة لو صبحت كل ايه السياحة وفنادق ايوني طيب فيه فندم اه طبعا اكيد للسياحة وفنادق انا يعني فيه على فكرة استاذ سعيد فيه شغل كتير جدا زي ما الدكتور محمود كان بيقول فيه اه مطاعم المصانع فيه في القتلات بزرط في كتير مطاعم كتير جدا طلبة بالسياحة وفنادق طلبين انا ما عندي كده مشكلة التواصل يا دكتور احنا فتحنا الموقع ده عشان نقرب الوضع وفتحنا المئة وعشرين مركز اللي موجود في مراكز الشباب عشان موضوع التواصل واحنا نهاردة بنعمل دورنا على قد ما نقدر وشغلين باكتر من مركز يعني فيه مفاجآت السندوق الاجتماعي يفتح معنا مكاتب خدمات للتوظيف في الشركات حاجات انها توظيف وحاجات انها لو عايز ياخد قروب طب مستاذ تعيد ابنه يروح فين هو حضرك ياخد ااخد راقمه انا من الكنترول وحضرك برضو عشان يبقى فيه المصداقية حضرتكم تتواصلوا معنا الاسبوع الجاي طب طب تليفونيا نقول لكم عملنا ايه لده وعملنا ايه لان الناس محتاجة اول موضوع الموضوع اللي احنا كان فيه يعني مهم لان فعلا الشركات اللي الدكتور محمود بيقول عليها عايزة ناس يعني الشركات محتاجة لناس هي المشكلة عندنا ان احنا عندنا عقلية انا عايز اشتغل جنب البيت انا عايز اشتغل في الشارع اللي جنبي في نفس محافظتي اصلا مش هينفع اسيم يعني العقلات مش مناسبة للمؤهل المرتب ما بيكافيش فبص الاقي الناس صاحب المصنع ولا صاحب المطعم طول النهار يقول انا عايز عمالة عايز عمالة بس مفيش حد بيتقدم له فاحنا يعني هو بيعرض الشغل احنا بقى نعمل اللي علينا حاول احنا ندور على الشغل اللي هيدور هيلاقي على فكرة طيب معنا محمد من سهاج السلام عليكم السلام اه حضرتك انا خريج اه كل التجارة وعايز اقدم دفعت كم? 2011 2011 طيب خريج كل التجارة انت تلاقي شغل كتير قوي على فكرة استاذ محمد تدخل على موقع دكتور محمود يامد في السعودية واجهت يعني كان مسافر ورجع عندك كنت مسافر وفلسه انت مش عارف يعني بس هو خريج 2011 طيب سنه مناسب طيب بس هيشتغل ما يقولش محاسب يعني هيشتغل على حسب الوظائف اللي موجودة كلها سواء اللي هي متاحة وبتناسب مؤهلات عليا على فكرة يعني عشان ما حدش يقولنا احنا بنقلل قيمة المؤهلات العليا ده بالعكس فيه حاجة متاحة لي دلوقتي فيه كتير في الوظائف موجودة طيب يا جماعة استاذ المشاهدين الناس اللي بتتصل لو سمحتوا تسيبوا ارقام تليفوناتكو عشان نوصلكو بالدكتور محمود وهو يوصلكو بالشركات اللي محتاجة للوظائف يعني ايهاب من الاليوبية ايهاب من المنصورة تفضل يا فانتم اهلا بيك اهلا بي حضرك انا رجل كليد حقوق آآ آلتين وتلاتاشر معاي اي تذي الو معاي لغة آآ لفت يعني زي بقوله كعب يدير على كل اللي حتى في القاهرة متبت المنصورة برضو وفي الشغل المتاح آآ اي شغل اي شغل ايداري اي شغل آآ آآ يع محماء اي كان ادور بس مشكلة ما بلاقيش ايداري ايوه أي شأن ده يا رئاس في الحسن على موجودين في المنصورة يومي 24 و25 و25 طب اسمع بقى يا أستاذ إيهام في ملطاقة فية أكتر من 80 شركة هي تكون معنا وا Areeur.. موجود و هيكون معنا أكتر من 80 شارك فية أكتر من 80 شركة يوم 24 و25 لاهالي المنسورة في المنصورة 24 و 25 مايو الأشعر اللي جاي مش الشهر ده خلاص فية أكتر من 80 شركة هي Lebihaz موظفين ايه أيضا في كل أنحاء مصر آه وليهم فروع بس 80 شركة وفي المنصورة كل حد هيكلمنا دلوقتي من المنصورة يوم 24 و25 مايو دي من فترة مش مش شركات كمان وظائب بس ده احنا واخدن لهم كمان البرامج التدريبية الجهات اللي بتدرب على سوء العمل واخدن لهم كمان الجهات اللي بتدي منح اللي هي القروض على سوء العمل زي البنوك وزي الصندوق الاجتماعي تسهيلا يعني لكل حد طيب شكرا يا ايهاب شايماء من القاهرة ايوا ايوا يا شايماء اي انا خارجت معهد فني سنوعي دفعة كامي حبيبتي سنة تسعة وتسعين تسعة وتسعين لمدة سنتين وفي نفس الوقت بدرت تعليم مصطوح ادب اجتماع بس انا دلوقتي ارمالة وعندي ولدين ومش لاقي شغلي برضو يعني الشغلي بعيد عني وزروفي وزروفولادي بس انا مش عارفة اشتغل برضو مش لاقي وزي ليكي معايا كده شايماء دكتور شايماء ليها ظروف معينة ماشي معايا حضرات كل اللي هو مسلا هيسيب اسمه وكده والله يعني اعمل التواصل معاه وحنقرب لهم المسافة شوية مع الشركات المتاحة لنا المتاحة هي كمان بتدرس في الجامعة شايماء ايوا ما تقفليش استني استني عشان معلش عشان هناخد هناخد رقمك اه ونديه لدكتور محمود طيب معينا مين مصر نصر قالو ايوا نصر من الاليوبية قالو ايوا اتفضل يا استاذ نصر ايوا يا شديد مش سمع كويس استاذ نصر علي صوتك انا معاك او ايفا اتفضل انا شدك شو مشكلة كده بصوتك عام اتفضل سيادتك عاوز تنبقونا بس على الجامعة بتوع المدارس بتوع المدارس بتوع المدارس اه مشكلتك ايه طيب اه مشكلتك ايه يا استاذ ناصر انا المشكلة عند ايه عند اولادك عند ايه عند اولادك ايوا ايه المشكلة هي انا اقول لحضرتك اهو اه هم هم كلك مخلصين تمام ماشي وكل ما اروحوا شوق الناس تاقيه اه باستغلوا فهم الظروف وااا وعاوزين يكونوا يطلع علامه ماشي طيب انت المشكلة عندك ان هم مخلصين تعليمه مش لقين شغل ولا هي مشكلة في المدارس ايه ما حالك بتقول لا هم الوقت مخلصين وكل ما يروحوا يقدموا على حاجة يقول لك لا ما فيه الشغل اللي هو فلما بيشتغلوا في القطاعات الخاصة بيأكلوا عليهم الفلوس بتاعته بيأكلوا عليهم الفلوس بتاعته طيب دي حاجة الحاجة التانية فيه عند جدح صباك عمل شغل الزابط شرطة الزابط الشرطة بعد ما خلص عاوز استرد فلوس حاجة نقول لك صغل باقي هلو قلاص قدش البلزق الفلوسة هم الوقت عايزين استغلوا الاصطناعية طيب أستاذ ناصر أستاذ ناصر بس عشان المشكلة بتاعتك بس عايزة شوية بحث أستاذ عن حضرتك بس زمالي في الكنترول عايزين رقمك ونعرف بس إيه الموضوع عشان نعرف بس نوصل لك بالمسؤول حسين من الغربية حسين أيوة أستاذ حسين اتفض اسمعني من التليفون يا فندم واتي صوت التلفزيون اسمعني من التليفون واتي صوت التلفزيون حار تفض أيوة فندم عندي بنت خريجة 2007 2007 2005 2005 خريجة إيه آآ خريجة أداب آآ أداب آآ تريح وعملت دبلومة دبلومة الترفوي وواردها شهاتين كمبيوتر واحدة جايد جداً واحدة متجازة طيب هي دلوقتي المشكلة إيه هي لا مش لاقيها شغلة يعني لا مفيش قدامها طب ما تقفلش يا فندم هيا ناخد رقم تليفونك بس نحاول إحنا نتواصل مع بنتك نحاس أقول بس يا حاجة آآ فضل إحنا بنعمل دورات دورات اسمها حيرفي مع مجلس تدريب الصناعي في وزارة تجارة الصناعي اسمها إيه فندم؟ حيرفي 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 دي 14 مهنة من المهن اللي هي زي سيانة الأجهزة المنزلية زي سيانة التكييف سيانة المحمول هل تحتاج المهنة اللي حضرتك بتقول عليها دي آآ دي موجودة عندنا بنعملها مع مجلس تدريب الصناعي إحنا في نهاية التدريب بنديهم شنطة كاملة عدة كاملة تقريبا الشنطة ما بين آآ 8 من 1200 ل 1500 جنيه شنطة كأنه بيفتح لنفسه مشروع صغير بس احنا عملنا الحاجات دي اللي هي الأدوات اللي بيعمل بها السيانة السيانة بس حسب المهنة اللي هو تدرب عليها 18 يوم كويس بس احنا عاملينها في الأماكن اللي هي المناطق العشوائية زي الجزئة زي جزئة الدهب زي بنعملها في الصعيد احنا دلوقتي عاملين عندنا يوم 29 أربعة جايبين بتوع حلايب وشلاتين عاملين لهم الدورات دي دلوقتي في دورة شغالة في شمال سينة في العريش شغالة بنعمل للشباب بتاع رفعه الشيخ زويد في اللقصر عاملين دورة موجودة دلوقتي شغالة شغالين في كل الصعيد في صوهاك شغالين الدورات دي جابت مرضود كويس جدا والشباب بقى عنده إبال لأنه بعد ما بيخلص الدورة بيلاقي نفسه بينزل مع الجزء اللي يشجعه على أنه يشتغل حر نفسه برضو احنا في دورات الدهانات مع كبرى شركات الدهانات في مصر بيعلموه مش بطريقة عشوائي زي تمسك فرشة وتدين أو ما تدينش أو كده لأ ده بلعك ده بيخليه كأنه بيرسم لوحة دي مدة حق دي ايه برضو تمنتاشر يوم؟ الدورة لأ بتاعت الدهانات خمستاشر يوم خمستاشر يوم عفاكرة احنا نزلنا لمناطق العشوائية زي منشية مصر وزي زيرة الدهب بنعمل بناخد تلتمائة واحد من كل منطقة عشوائية بنضربهم لمدة شهر خمستاشر يوم على المحارة وخمستاشر يوم على الدهانات طيب وبعد الشهر بنودي أماكن تابعنا اللي هي مركز شباب لسه مازالت لسه مطوريش يجرب فيها وبياخد بدل كويس خلال فترة التدريب دي بأجر برضو بأجر عشان يشجعه ان هو ياخد الثقة في نفسه أنا كوزارة ياخد الثقة في نفسه وبعدين كمان بنوديه احنا عندنا الاتحاد المصري لمقاولة التشهيد والبناء عنده تواصل مع المقاولين كتير جدا وطالب مننا عمالة كتير وطالب عمالة هيتي المشكلة طالب عمالة أنا أنا عقول لحضراتك بس على حاجة برضو عشان الشباب يتعلم منها دورات الدهانات جلنا بنات كتير فيها بنات ما استغربنا لا البنات شطرين يعني في كل حاجة شطرين وبعدين لما سألنا احنا فيه وقت من الوقت بنسأل بنات كده ليه انتوا اتخذوا دورة الدهانات مع انكم ممكن ما تشتغلوش بيها قالوا لان تعليم الدورة اللي بيدهاننا مش بالشكل اللي هو العادي ان واحدة تمسك فرشة وتعمل دهان او تمسك السكينة المعجون لا دا بيعلمها اصول ازاي الفنيات بتاعت المانا فبتقول انا لما اجي اعمل بيتي حد افاهم الرجل اللي بيشتغل في بيتي دا بيعمل ايه متحكش عليها برافو عليهم طيب ميرفت من اسكندرية هلو طبعا خير صباح النور يا ميرفت اه لو طمحتي انا عندي ابن خريج حقوق 2011 والحد دلوقتي مش لقيه شغل خالص هو فين ابنك اي شغل فين ابنك دلوقتي اسكندرية ايه هو فين يعني بيعمل ايه دلوقتي نايم يعني ولا ايه اه لأ طبعا لايه حاجة طيب يا ميرفت قوليلي ها دا اه المفروض هو عايز اي فرصة عمل ولا في مجاله اه طبعا لا لا مش شرط ان شاء الله عمل اداري مش هتفرق يعني المهم اعزي من خريج 2011 هي المشكلة في الحقوق الاداب الاول حتى هو ما بيدوروش في المكاتب الحقوق يعني ما بيروح ما بيتحملش انه يشتغل في مكتب المحامات لا هي بتقول عايز يشتغل في اي حاجة اه يعني ينزلوا مكاتب محامات اه ينزل تدريب الاول ويتحمل فترة تلات شهور حينزل تدريب تلات شهور الاول يا ميرفت ماشي ما فيش مشكلة فانز حاضر يا ميرفت ما تقفليش استني انا اخد رقم تليفونك سابر سابر معنا علي السلام عليكم عليكم السلام سفضل يا استاذ سابر والله عندي ابن معابك لو استجابة انجليزية دفعت كم يا فن اه 2011 و 2012 2011 يعني اه قاعدنا يعني عايز اشوف له حاجة اه بيشتغل شغلة بس ايه مش ببيع كده في مكان يعني بعيدة حتى هو الانجليزي اللي خاده عا ينساه على كده طيب اه في فرص عمل هي بش مش مش ضروري تكون بالمؤهل بتاع بس اهوك هيكون عنده اه فتر التدريب برضو زي اه لا اه لو في شركات بتاخدهم على طول بدون فتر التدريب هي بتدي تدريب للي هو عايز يشتغل بس مش مؤهل للعمل طب هو يعمل ايه بقى صبر هو يتواصل معنا حضرتك واحنا هاخد برضو راقمه وحنعمل له تواصل مع الشركات سيب راقمك يا استاذ صبر يعني انا شاف فيه الشركات حتى الادوية واللي فيها المشكلة عندنا هي دي اللي بنلاقيها في الملتقيات ان الاباهات هم اللي بيجوا يقدموا لولادهم والامات هم اللي بيجوا يقدموا سألي عشان كده كنت بسألها ابنك فيه هو اه بعض الناس هو انا صادق في الراجل اللي بيقول بس بعضهم يقول ده ابني اصله بيشتغل في شغل وهو بيكون نايم ايه دي المشكلة يعني مش مش معقولة يعني وفاء من الاليوبية ايوة يا مدام وفاء فضالي حاولي يتكلميني تانية وفاء اهي على الفكرة الحالك بتقولها دي برضو مشكلة يعني هم فيه طبعا مش كلهم لان فيه شباب طبعا فيه شباب كويس وبينزلوا كلهم يعني طموح جدا وبنات طموحة جدا وبتشتغل اي حاجة وتقدر يعني بيقدروا ان هم يبنوا نفسهم وفيه ناس تانية ببقاعد كده مستني الوظيفة لازم حد يتكلم لي لازم حد يشوف لي لازم بابا ينزل يشوف له شغل فغير ازاي يا جماعة عيب علينا اوي نبقى قاعدين كده نايمين في البيت والدك ولا والدتك رايح يشوف لك وظيفة او رايح يحضر الملتقى عشان يشوف ايه الوظيفة المناسبة ليك وما انت قد تعمل ايه يعني هو عمل اللي عليه وربك وعلمك كمان هيدور لك على شغل فيعني نفوق لنفسنا جوية طبعا مش كلهم بس الناس اللي بيبقى عندهم العقلية دي ياخدوا بالهم شوية من الحكاية اللي بتبقى صعبة على الاب والامن وهم يروحوا ويدوروا لولادهم على شغل طيب احنا معنا يا عبدالنبي ايه يا عبدالنبي اتفضل يا فندم والله انا عظيمة حضرتك انت لنا حضرتك من المنوفية من المنوفية اتفضل طيب ايه حضرتك عندي مشكلة بالنسبة كنت انا وعمل اعمالية جالبي مفتوح وكنت واخد ديب توكتو قبل من اعمل العملية وصاحب التوكتو خدوا مني عملها كمين واخدوا مني ودخلت انا ستة وشهر ومارت اخدت ثلاثة وشكينة تاني بحكم النهائي بسنة وده بقى حضرتك وطالب مني 12 الف دنيا وحكم النهائي وده بالنفاذ يعني انت بتناشد مين دلوقتي رسالتك عايز توصلها المين نعم يا فندم رسالتك عايز توصلها المين اللي كان لقى حد الناس الكلوم الرحيمة دمت عشان انا ومارتها دي اللي دي الحاكم عليها بحكم النهائي واخد مالك وانا عمل اعمل الجلد وعندي بيتين توقام ومخطبين والله ما دبت لهم معالجة ليهم طيب طبعا اكيد في ناس كتير سمعيك دلوقتي يا استاذ عبد النبي وحنا وصلنا صوتك واسيب رقمك عشان احتمال كبير على مدار اليوم في ناس بتبقى محتاجة للارقام دي وان شاء الله يعني مشكلتك تتحل ايمان من السويس عليكم السلام يا ايمان حضرتك انا خداكي سيحة وفنادق دفعت كم سنة الفين وتمانية الفين وتمانية اه سيحة وفنادق تفضلي يا حبيبتي اه وكنت عايزة اي فرص تعمل لان انا معي اطفال الغمانين باش تكون قريبة يعني ما تكونش في السخنة لان اغلبية الشغل في السخنة طيب هنحاول انا مسمتش اخر حاجة اغلبية الشغل ايه انت اغلبية الشغل بتبدي اغلبية الشغل ايه في السخنة في العين السخنة في العين السخنة اه اه انا وفنا سغير عام تلات سنين اه اه اولاد ها انت مطلقة انا منتفاصل اغلبية الشغل دي وكان والدي بيشعيدني يعني بس دلوقتي هو خلقت لها المعيش طيب هنحاول طبعا احنا نشوف حاجة تراعي صظروف اللي انت فيها طيب معانا تليفون معانا مين يا جماعة علا من القاهرة ايوان ايوان يا علا صباح الخير صباح الفل علي صوتك اه تلاقي ان انتوا بتتكلموا عن الانشورنس والحاجات في الشركات مش لازم مادك الياني والمفروض فيه سوش لازم ايه تمام لعلي صوتك شوية مش عارف اسمع كويس ايوان اتفضلي حببتي انا متابعة ان انتوا بتتكلموا عن الانشورنس في الشركات اه تمام اه اوكاي بالنسبالي انا متخرجة من 2011 تمام انت خارجت ايه اورت ايديكيسين اه اوكاي اه بشغل في كول سنتر من 2011 لحد ما اصر التيمليدر عادت سنتين على موضية كونترك لما طلعت التيمليدر تمام تمام سنتين على موضوكي عقد اصلا اصلا ودلوقتي بسبب حاجة حادث ما يعني سبت شغلي تمام تمام اه دلوقتي انا بشتغل بقالي سنة ونص كل شوية بتنطط في شركة اتنطط مش اقل من سبع شركات مفيش شركة فيهم طلبت مني ان انا ام دي حاجة ثلاث حاجة تانية خالص في شركة كبيرة جدا اوتوماتف رحت واشتغلت رحت وعملت انتروفيوز كلها وعملت كل حاجة اكتسفت ان هما عايزين يعمل عقد العمل عشان يبقى مسجل في مكتب العمل ان حد عمل عقد عهد عمل قعبة عمل تبعهم مش اكتر عشان يتحطلهم في مكتب العمل ان فيه ناس شغالة معهم بس ما تقمنش عليا وما رحتش ولغوا ماضي ان انا ساين يومها الصبح تمام يعني بيخلوا ناس بيجيبوا كميات ناس احسليكي معايا كده اولا دكتور محمود عايزي يرد عليك ايا كانت المشكلة دي قبلتنا احنا في الوزارة ولما عرضناها على سيابة الوزير هو عمل لقاء مع وزير التجارة والصناعة السابق وقلنا زي نحل مشكلة العقود والتأمينات والكلام ده وحضر اللقاء ده الاستاذ الدكتورة غدا والي وزيرة التأمينات الاجتماعية وعمل لقاء موسع مع الشركات ووزارة التجارة وقتها قالت انا على اتم استعداد اتحمل قيمة التدريب بالكامل طول الست شهور لاي شركة بشرط ان بعد ما انتهي التدريب وتقول ان الشاب ده او الفتاة دي نجحة في الاختبار اللي هو تحت الست شهور يعين بعقد والعقد ده يكون سنوي ويجدد يعني الوزارة التجارة تتحمل تدريب ست شهور في نفس الوقت انه تبقى فيه ضمان على الشركة فيه شركات دخلت في المنظومة دي وعملت برتقول مع وزارة التجارة والصناعة يعني فيه نسبة كبيرة من الشركات وفيه شركات رفضت فدي بتبقى من خلال الشركة دي اللي بيبقى نجد ديت الشركات الحاجة التانية الدكتورة غدا والي فعلا ساعت مع الشركات تحل مشكلة التأمينات ان يا جماعة لازم نشوف حلول عشان الشباب ييجي ويشتغل لان هو برضو الشاب بيتخسم له حصة لان فيه حصة الصحب العمل وحصة الشاب بتستقطع من مرتبه وفعلا خدت الموضوع بجدية وهي بتدرسه يعني ان شاء الله شكرا يا علم معينا احمد من بني سويف عليكم السلام تفضلي احمد لو سمحت يا فندي انا ببلوم طميع قسم زخرافة حضرتك قسم زخرافة انت دفعت كم انا دفعت تسعة وتسعين تسعة وتسعين دفعت تسعة وتسعين يا فندي كمل يا فن و نعم كمل انا مش عارفة اسمعك كويس معلش وطي التلفزيون ماشا حضرتك انا حضرتك عايز اشتغل او عايز اي فرصة عمل حاول تكلمنا مرة تانية انا محمد من القاهرة هلو اسمع عليكم عليكم السلام انا حضرتك دبلوم تجارة فوق المتوسط دفعت كم فن دفعت الفين وطمانية الفين وطمانية اه تمامي فن اتمنى اني الاقي فوص التعمل الجيد دبلوم تجارة اكيد يعني فيش فيه يعني اماكن كتير قوي دلوقتي دكتور محمود اعلن عنها شركات مواد غزائية سوبر ماركتس الكبيرة والشركات السيارات شركات الادوية شركات الادوية ونسبة كبيرة جدا من شركات اللي هي الامن الاول كان الشباب ما بيرضاش اشتغل في الشركات الامن يقول انا مش هشتغل حارس وكان في بعضهم بيقولها بلفز تاني يعني بواب او كده معلش في اللفز لكن النهاردة الشباب بقى مقتنع بيها ليه لاني لقى شركات الامن دي بتحرص بنوك بتحرص منشآت حيوية في الدولة النهاردة كل الجهات الحكومية عندها شركات الامن تحرص اندية بتحرص شركات كبرى فبقى الشاب بييجي ده حتى النهاردة بيتهافتوا على انه يروح مع شركة امن بتحرص مستشفيات خاصة في قسم الطوارئ يعني ده تهافت من الشباب اه عشان فهمه طبيعة العمل فهمه طبيعة العمل وبيبقى لها مرضود كويس يعني هو يعني دي طبعا طيب وفاء من الاليوبية قالوا صباح الخير صباح النور اتفضلي من الصباح لك انا كنت بنتي كنا في شركة بمحايفة يعني هو بكالوريوز تجارة وبعد كي شركة تفصل بقالوا سنها كلها نعمل مؤادلات مفيش اي فرصة عمل بكالوريوز تجارة بكالوريوز تجارة تجيب وتقدم معنا بس زي ما قلنا يعني معلش بيقولك سيبي بس الرقم شكرا يا وفاء احمد من الغربية السلام عليكم عليكم السلام يا فندم صباح الخير يا وستاذ ما صباح النور على ضيفة المسارية ما يا وستاذ ما هنقول معلش والموضوع بعيد عن موضوعكم بس انا كنت اتصلت بك الازوار اللي فا بخصوص اي فن؟ بخصوص كان عندي مشكلة في وزارة الزراعة فانا كنت عايزة التواصل مع الاستاذ عمرو قديب والاستاذ زراني يا بدا والناس في وزارة الزراعة؟ طب خليك بس هوا ما هياخدوا معلش عشان ده مش موضوعنا انا اسفة يا وستاذ احمد خليك معنا بس هنحاول ان احنا نوصلك حاضر به طيب اه دلوقتي اللي انا فهمته من كلام حضرتك ان فيه اه يعني او يمكن نحاول ان احنا برضو نوجه نداء للسادة اللي مسؤولين عن التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني الناس دي كلها احنا يعني لو تعاونوا مع بعض كده ومع حضرتكم كوزارة شباب متهيقلي هنسرع اكتر في موضوع ايجاد فرص العمل الفن بالزبط الناس لو لقيت ان التعليم متوائم مع حاجة سوق العمل الحر يعني النهاردة زي الشباب اللي بتكلم في دبلوم صنايا النهاردة انا لازم اوظف دبلوم الصنايا ده انه يطلع للمهنة اللي يتدرب فيها جوه اللي يلاقيها برا عشان كده لازم اهتم بالتعليم الفني لازم يلاقي شغل انا بقى ان عشرين سنة بنتكلم ان فيه مشكلة في التعليم الفني وما بيتطورش التعليم الفني فدي مشكلة فلازم تبقى فيه قلية سريعة وتعاملت وزارة للتعليم الفني الواحد وبعدين اتشالت على طول لكن عندنا عمالة وهو اللي بيخرج حتى من التعليم الفني ما عندوش الجودة انه يشتغل برا اما هم مش مؤهد مش مؤهد بس شوية من الده طيب عمار من البحيرة ام عمار ام عمار انا اسفة تفضلي اه والله هو وجود من عز كوري جيس تجارة من اه متخرب ضفعة الفين وستة الفين وستة الفين وستة قدمنا في شركات كتير واما مفيش فرصة من درجة ان كان فيه شركة وهو واصحابه اعتصموا قدامها علشان يقدم في الشركة بس اه لازم بسهول طيب لازم يدفع فلوس يعني لا فيه فيه لازم بيبقى فيه من تحت التربيزة كده اللي هو ادفع فلوس تدخل طبعا ما ينفعش كده مين ولا مين حيدفعه طيب هو خريج كله اه معايا باكرروا استجارة تماما هي الشركات اللي ايه بتقول عليها دي فيه شركات اللي بتوظف بفلوس دي احنا ما بنتعملش معها نهاية يعني احنا اساسا ماناش علاقة بيها خالص يعني هي بتبقى وسيط بتاخد زي شيء بسامسرة من الشاب لكن احنا عشان كده احنا ما متعملش معها نهاية اي حد يجي على الشباب ما بنتعملش معها صح كده طيب ويا ريت تبلغوا لما تلاقوا حاجة زي دي يا جماعة ارجوكم نبطل نهمل حقنا وبعدين نرجع نشتكي نلاقي اي مخالفة اي مشكلة اي حد بييجي على حقنا نبلغ الجهات المسؤولة ارجوكم لان الناس ما بتبقاش عارفة انتو بتتعرضوا في الاخر لعملياتنا بتوصل احيانا للنصب وبسبب عدم ابلاغنا عن المخالفات والشركات دي ما بتفعاش حق الدولة في الضرائب يعني هي نفسها بتاخد من الناس وبيتخلها داخل وما بتديش للدولة حقها طيب نبلغ بقى اه حسين من القاهرة من الغربية تفضل ايوة حسين ولا اتصلت قبل كده اتفضل انا قش اه ايوة افندي بقصوص ايه فندي بنتي خريجت ادابة الفين وخمسة امم في تاريخ وعملت اتنين دبلوما في كمبيوتر وعملت بتاع ده تنة ترباوي تمام يا فندم احنا اي 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 حضرتك سبت رقمك ولا لا لأ 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 طب ما تقفلش هو هو ما هياخدوا رقمك دلوقتي معلش عشان عارفة تواصل بس مع حضرتك لان ما بتقفلوا على طول ما بعرفش اخد الرقم عائشة من القاهرة ايوة ايوة يا عائشة تفضلي اي انا معي الفانس عذاب. دفعة كم? دفعة الفين وتسعة. اه الفين وتسعة. اتفضلي. وازمت في كده حاجة ومتقبل. وكان فيه وضع برطة تتعارض برطة الشباب بتاعة الحكومة وبرطة متقبل. طيب. ال ال انت عايزة اي فرصة عمل مش كده? اي فرصة عمل. اي فرصة عمل. طيب. هو اكواس والله ان الواحد بيسمع من الشباب انه هو عايز يشتغل. يعني دي دي نقطة ايجابية جدا. وبتخلينا نقول الحمد لله الشباب بدأ يسعى للعمل. ولانه فعلا عايز لانه حس بالان فيه زروف حياة موجودة عليه متطالبات. فدي خطوة واي حد هيحس بالنقطة دي. اكيد احنا كوزارة من مسؤولات الكمية. طبعا ايشو تعمل اي فاندم تتجه فيه? عندنا يتواصلوا معنا. يعني احنا انا قلت سواء الكول سنتر سواء الصفحة بتاعتنا بتاعت وزارة الشباب. يقدر يدخل عليها. اه يروح مدريات شباب. يبقى ليها تدريب ولا مش شرط الشركة اللي تاخدها تطلب تدريب? لا دي حسب الشركات. المعايير بتاعت الشركات هي مسؤولية الشركات. طبعا. يعني اذا كانت عايزة تدريب او عايزة ان تاخده على طول او تختار ده وتسيب ده. ده كل ده للشركة. احنا بنعمل كل جهودنا ان نجيب اكبر قدر من الشركات واكبر قدر من الوظائف. طبعا. ان نحطها. يعني نهاردة لما بقول عندي خمسة واربعين الف وظيفة موجودة. ده حاجة مؤشر كويس. غير الوظائف التانية اللي عمالها تيجي. يعني فيه فيه فعلا اعمال موجودة في مصر. فيه شركات وفيه وظائف موجودة. طيب. آآ معينا تليفون محمد من الجيزة. محمد معنا. ايوة فندم مع حضرتك فندم. اتفضل يا استاذ محمد. انا شبه كفيف. وكنت مدور على شغل وقدمت في اكتر من تسعين شركة. انت خارج ايه? آآ خارج اداب آآ قسم تاريخ جامعة القاهرة. دفعة كم? دفعة الفين واثناشر فندم. الفين واثناشر. هو كفيف. هو هو بيقول شبه كفيف. احنا عملنا مع شركات كتير. جابونا للكفيف. آآ موضوع الكل سنتر. كانوا بيعملون اختبار لو هم عنده قدرة على الكل سنتر. هم. هيسيب برضو بيانة وهنتواصل مع الشركات اللي بالشكل ده بتاق. يعني في مهن بقى يدوها. بس ما تقفلش يا استاذ محمد لو سمع. يدوها للحالات اللي زي كده. طبع. انه فعلا مؤهل عالي. ها. وعنده القدرة من يتكلم. هم. بيتواصل مع العميل اللي بيرد عليه في التليفون. فبيخدوهم في الكل سنتر. عزيزي. سناء من الغربية. السلام عليكم. عليكم السلام يا سناء تفضلي. بص لو سمحت انا معي ابني معابك اليو ستجارة. آآ تقريبا آآ حضرتك آآ. تقريبا ايه? آآ آآ خرج سنة الفين وحداشر او او الفين واتناشر. آآ. بص حضرتك يعني نفسه شغله بالروس بتاعه. هو حضرتك يعني كان شغل في السيدلية وهو بيت. هو بكالريو استجارة صح? ايوة هو كان شغل حضرتك في السيدلية ست سنين. الدكتور مدلوش يعني مارداش يأمن عليه كده. وستابه. وهو حاليا شغل في مخزن ادوان. وبيشتغل بالليل حضرتك بالنهار بقى بيعمل آآ دبلومة اللي آآ بيعمل اللي هو كرسيات انجليزي. مم. ورسي اللي هو بتاع اه في المحاسبة تخصص محاسبة. آآ ونسي بقى شغله بالباكالريوز بتاعه. ان شاء الله فيكون في قطاعها خاص يعني. ما هو المتوفر دلوقتي يا مدام ما هو آآ يا مدام سناء المتوفر دلوقتي قطاع خاص. تمام? ناشية بس كون بشهدته معا لي ان شاء الله يرضى عليك. لانه هو تبادل كتير والله. بشهدته? ايوة. عايز شغاله محاسب يعني. عايز تشغالي محاسب يعني هو ده متوفر فانو. ده الشركة اللي بتطلب. الشركة هي اللي بتطلب يا مدام سناء. اه. تمام? فهو اه يعني احنا هنستأذنك نحاول ناخد رقم تليفون ابنك بس آآ يعني الزملائي في الكنترول هياخدوا رقم تليفون ابنك بشوفوا ايه المتاح ليه. بس حكاية مش هاته دي انا مش يعني ما اضمنهاش. تمام? عشان بس تبقى صريحة معك. لكن في بعض شكاية بتطلب محاسبين. ده برضو في وظايف محبوبة. بس يعني نوصلهم لان ممكن شركة تطلبك محاسب. ممكن شركة تطلبك حاجة تانية ما تتلاقيش. يعني فيه اشراف من الوزارة عليهم فهما الشركات كلها امنة تماما يعني. مفيش آآ مفيش فيها اي نوع من اواع الناصب. هم عاملين فحص ودراسة على الشركات آآ كلها وكلها شركات محترمة وامنة. آآ طيب معانا مين يا جماعة? نادية. ايوان. افضل يا نادية. لو سمحتنا. نادية وطي التلفزيون الاول. آآ طيب. نعم. نادية وطي التلفزيون. ايوان. وطي التلفزيون خالص. سلام عليكم. عليكم السلام. مش عارف اسمعك كده. طيب خلاص اهو. اتفضلي. لو سمحت لأيه من الفين وتسعة. مش لقي شغل عمالي يروح كل الشركات وما فيش شغل دي. وما فيش حاجة. وانا مش عارف اعمله ايه خالص. واي احاول يتسر كتير. اتسر فلوس كتير عشان يتسر وما فيش. طيب بوس يا نادية. اه. بوس يا هو خريج ايه وضفعت كم? اه الفين وتسعة. الفين خريج ايه يعني? دبلوم تجارة. دبلوم تجارة? جمع المفتوحة. والثانية جمع اه اعلام. كلية اعلام. ماشي هستأذنك بس ناخد رقم دبلوم تجارة متوفر لي الشركات كتيرة حتى تطلبوا يعني هاخد بس رقم تليفون ابنك كنت في الكنترول ما تقفليش معنا محمد محمد عليكم السلام بتكلمنا منين يا استاذ محمد اتفضل يا فاند انا ليه اخي بخلص دورة اخر رجال سنة وعباشر افندي اما الغدت الوقت مش حاصل على اي وظيفة خاصة والشهر في فرق شركة التأمين في الاربية هنا في الاربية انا في الاربية انا راح الشهر اكتر من شهر وما بضوفه في الاخر ما بضوفه على عقب ولا اي حاجة طيب اه هنعمله اي فاند هو اما بيستعجله يعني الشاب بيروح الشركة وبيبقى مش عايز يستنى لما يعني ياخد وقته فيها اللي انا قلته الاول ان الناس تطمن بس ان الشاب عنده جدية لان ده تأمين وبيتدفع لها اه هما الشركة بتطمن الاول ان هو جد في العمل جد في العمل اصلاح في بعض الشباب بيشتغل مندوبين فبيتعب بسرعة وبيزهق ما بيلاقيش العمولة زي ما كانوا عرضوها للأول فالطبيع ما بيلاقيش هو ما بيحققاش تارجة اللي الشركة عايزها بس العمولة دي حسب تحقيقك للتارجة بالزبط فهو يعني بعض الشباب بيشتغل ساعتين ويزهقوا او بيلاقي لما بيروح لك اكتر من واحد بيميل فبيقول انا بقلل من نفسي فانا لكن هنجبله يعني ان شاء الله تواصل طيب وفاء من المنصورة هو اي حد هيتصلحنا هنتواصل معايا يعني او غيره او خلافه طبعا احنا مشكورك طبعا وفاء عليكم السلام يا وفاء اتفضالي اه لو سمحتي انا خريجيد 2007 اه اللغة عرب حاولي تكلميني تاني بس عموما تاني هقول في المنصورة اه في اه اربعة وعشرين وخمسة وعشرين مايو في اه يعني هتلاقوا فرص عمل كتير جدا اكتر من تمانين شركة هتكون متواجدة هناك ويعملوا ملتقى وفي تدريبات وكل حاجة اربعة وعشرين وخمسة وعشرين الشهر اللي جاي مايو ولكل الناس اللي بتكلمها من منصورة وهيك يا وفاء اه لشان الخط اطعم عليش طيب معانا ايمان من الجيزة اه ايضا انت صباح الخير صباح النور اه انا بنتي معانا بكدوش كنينة تجارة 2012 اه اه اتناشر تماني الفين واتناشر اه 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 تفضلي مو عاش يعني مش لايه اي شغل بعد دلوقتي اشتغلت في مكان قبل كده ولا ولا لسه مش لايه شغل بتشتغل بس مش دايما على طول مش دايما على طول طيب اه طيب ما تفليش اه هنشيب هي واي السبب انها ما بس هي هي ما تقعدش في الشغل ليه ايمان اه يعني ايه نعم اعمل بمشروع توفيزش اعمل في كل الاماكن اشتغلت فيها المشروع اه عشان عايزين في الولاد اكتر بصراحة طبيعة الشغل معليش لا معليش طبيعة الشغل بتبقى ايه اللي عايزين فيها ولاد اكتر دي اه هي بتشتغل تتمثل في خلز امان او حدا زي كده السوبر ماركت يعني اه سوبر ماركت اه طب وده ايه الفرق اه على فكرة احنا كل السوبر ماركتات الكبيرة اللي في مصر احنا عاملين معها تواصل بطلبهم وان بيطلبوا عمالة كتير وهم مقسمينها على الوظائف جوه يعني حتى من ضمن الوظائف يقول لي منصق ممر اه يعني كل حاجة ليه وظيفة كل السوبر ماركت قبل ما بيشغل اي حد في يوم بيعمل له تدريب على الوظيفة اللي اشتغل تمام سواء ولد او بنت مش كده اه اه احنا كان لنا تجربة معهم كانوا بيفتحوا في قصيوت فرع جديد احد السوبر ماركتات فكان طالب ربعمائة واحد مرة واحدة فسألناهم هتشغلوا كل دول قال لا احنا بناخد متين وبنخلي متين احتياطي مع التدريب عشان العمالة دي باستمرار ما بتتغير بتتغير هم اللي بيمشوا لولاد برغم ان بياخد حق وبياخد ليه بيمشي بالليل ممكن يكون الصوبة لان السوبر ماركت ده بشتغل اربعة واشيون ساعة هم 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 عايزين يختاروا وقت معين كله في توقيت واحد انه عايز تمن ساعات مش عايز اكتر اه شايف ان الجهد اللي بقى يعمله مش جهد المرتب اللي هو بياخده لكن هم ليهم معايير وبرضو زي ما قلت كل شركة ليها معايير ولا يحاب يمشي عليه طيب معانا تليفون معانا مين يا جماعة عبد الرحمن اسمه ليه عبد الرحمن ايو يا فندي اتفضل واتي التلفزيون بس الاول لا واتيه طعيب طعيب بالوقت انا بضعه على شغل نظم معلومات انشان انا لهم نسمع لها وكلا فما فيش شغل نظم معلومات انت خريج نظم ومعلومات دفعت كام 2015 الكل سنترز اعتقد ممكن ت اه بيغضو بيغضو انا حاليا شغال كول سنتر في القاهرة انا اسماعيلية شغال كول سنتر انت عايز تشتغل في الاسماعيلية يعني؟ انا بتدار على اي تي في اسماعيلية بس تقريبا القطاع الخاص كله في اسماعيلية ما فيوش اي تي هو فعلا نسبة شركاتك في الاسماعيلية والليلة طيب يعني هنحاول نتواصل معاك بس انت يا استاذ عبد الرحمن بتشتغل يعني بعيد عن البيت بس ده حتى اسماعيلية مش بعيد او يعني بس ماشي يا في نقطة برضو مهمة بس انا بدار على حاجة اسماعيلية عشان نستكر بقى يعني واحد فاطب ويدار على جهاز بدار على حاجة اسماعيلية طيب حاضر هنحاول نتواصل يعني نوصلك بس يعني الاولوية بتكون للي ما عندو الشغل خالص هي بس في نقطة مهمة على الموضوع ده ان في بعض الشباب اللي بيشتغل بيقول ان هو ما بيشتغلش عشان بيدور على وظيفة احسن يعني حتى لما بيكتب باستمارة او كده اللي هي في التعداد وكده يقول لا يعمل فدي برضو ما بتخلناش لعرف منظور اللي هي حجم قوة العمل اللي بيشتغل اه يعني على فكرة يا جماعة احنا يعني لازم نروعي بس الحكاية دي والجماعة اللي بيعملوا الاحصاءات والحاجات دي اللي هي قوة العمل القوة العمل دي الناس اللي جوا فعلي بتشتغل ما بتدناش المرضود الصح لان هو انا شايف نفسي مش في الشغلة اللي انا حبيبة فبكتب بدون عمل تمام طيب معينا احمد من القاهرة صباح الخير يا فند صباح النور حضركم الله انا يعني انا بقى لي ستة شهر قاعد من غير شغل خريج ايه مش ما سمعتش ارسوا عليكم خريج ايه يا استاذ احمد خريج دبلوم يا فند دبلوم ايه دبلوم تجارة دفعة كم دفعة الفين وتمانية اه الفين وتمانية اه تمانية تبقى كان شغل انت كنت بشتغل انا كنت شغل اه شغل في مطعم سمك بس سبت الشغل ليه دكتور محمود بيقولك اه كانت شغل في مطعم سمك وبعدين مطعم ده قفل وكده ونقلنا في مكان تاني وربنا بقى ما كرامش يجي والدي توفى وكده ومشكلة بقى الدنيا تلخبضت معايا خال دبلوم تجارة اعتقد فيه شغلات كتير اه بيقولك امنه بتاعه الامن ده اصلا يعني هو مرتباته بدل ايه ربعمائة وخمسين جنيه وبتاعه انا معايا لا 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 ما فيش ربعمائة وخمسين جنيه دي خالص فيه دكتور محمود بيقول انا كل الشركات اللي معاهم الف ومتين جنيه انا كان شغل فيها يا فاندي مرتبهم بزيتش عن ست ومت جنيه مين خالي انا كان شغل فيها ومرتبهم بزيتش عن ست ومت جنيه الشركات اللي تابع وزارة الشباب يا استاذ احمد اه لحد الابنى فيها الف ومتين جنيه حتى الشركات الامن فهستازن حضرتك نتواصل معاك ان شركات الامن اللي لا ما فيش ربعمائة وخمسين جنيه دي خالص اه هناخد رقم تليفونك ام احمد مقاهرة طيب انا اسفة ام احمد تسيبناك عن تليفون كتير حول تكلمينا مرة تانية هو احنا نتأكد ازاي فندي من الشركة دي بتبقى تبعك وغير عن طريق الموحة والحياة الشركات أساساً مشتبعنا يعني انتوا أشرفتوا عليها أو سألتوا عشان بس الشباب يتطمنوا لأن لو عرفت إن في فعلاً مهم احنا في البداية جدية الشركات ودي احنا كنا بنعمل حاجة من عندنا كوزارة شباب بنجيب منهم بيان بالولاد اللي هم فعلاً اتصلوا بي ومشغلوه وبنجيب تليفوناتهم وبنعمل بدون ما الشركة تعرف بنتصل بالشباب بنتصل بيهم ونسألهم هل تم فعلاً الكلام ده ولا لا واحنا بندخل معنا كمان وزارة القوة العاملة عشان هي تتواصل لو في مشكلة إن واحد قال ده الشركة دي بتعلن مجرد إنها بتعمل إعلان عن نفسها بس وعايزة تيجي الملتقى مجرد أنها تحط بانر ده بنخلي معنا القوة العاملة من جدية التأكد من كده لكن اللي احنا شايفينه إن فعلاً في شركات كتير عايزة فعلاً عمل محتاجة بس اختلاط الشركات اللي محتاجة بالشركات اللي ساعدت يعني بتبقى لا بس أقول لها حضرك يعني أنا عندي وطعم الواجبات الجزء دي كتيرة جداً وشغالة ما شاء الله كلها محتاجة القوة اللي هي الشرائية موجودة في كل الحاجات دي فهي محتاجة أعمال السوبر ماركتات محتاجة أعمال شركات الأمن محتاجة أعمال الشركات الصيدليات شغالة كويس ومحتاجة أعمال شركات السيارات محتاجة أعمالها كل ده موجود معينا محمد من البحيرة ايوا فاند ايوا تفضل يا استاذ محمد لو سمحت والله انا باتصل بصباح ترين عندي مشكلة والله تفضل انت على الهوى ايه المشكلة فيقتك دلوقتي انا اتصلت لسبوع اللي حد عشان كرسي لبني معاف وعندي الولد التاني ما بيشتغلش طب الكراسي وصلت على فكرة كان فيه متبرع والكراسي عندنا تمنتاشر كرسي بس انت ما سيرتش رقم تليفونك يا استاذ محمد فلو سمحتم ما تقفلش الكراسي وصلت الحمد لله معنا تمنتاشر كرسي للناس اللي محتاجين اه مصطفى من المنوفية مصطفى اتفضل يا فاند بسواح النور انا متخرج من الفلوم صناية من الفين وتوصفة عالفين وتمانية فني كهربا فني كهربا مم وما فيش اي مقاعد من غير شغل فني كهربا تحاجة تحزني انت فني كهربا فني كهربا قاعد من غير شغل ازاي افتح مشروع لوحدك وهنجيب للصندوق معاك ويساعدك فيه انت مش بقى وزيفة بقى في الشركة استاذ مصطفى احنا يعني انت تفتح مشروع يعني السندوق الاجتماع هيساعدك ان انت تفتح مشروع بس ما تقفلش والنبي خليك معي عفت من القاهرة اي يا فندم صباح خير يا فندم صباح الفل يا فندم اتفضل انا ابني اه نظم معلومات انجليش اه دفعة 2008 والغاية دلوقتي ما اشتغلش او مش لقيني الوظيفة اللي هي تناسب تخصص تناسب تخصص نظم معلومات محتاجينها في حاجات كيرا ايه حضرتك ده عرضه طلب من الشركات الوظيفة ومش انا اللي بقرر ده الشركة بتعمل له اختبار طب يا فندم هو فيه فرص عمل بس احنا مش يعني مش هنضمن ان هو يشتغل في مجاله هو فيه فرص عمل عامة يعني وممكن تكون في مجاله بس هو بتختبره الشركة ويتقرر تاخده ولا ما تاخده اه وفيه اختبارات وفيه دورات تدريبية وكده فهل حضرتك ابنك عنده استعداد لده اه اوكي يا فندم طبعا طبعا هو ما اشتغلش خالص بس هو ما اشتغلش مش كده لا ما بيشتغلش لا لا هو دور ولا حضرتك يعني لا دور يعني بيروح وبعدين يبتديوا يقابلوه ويقولوا لا تخصصك اصلا مش امكان الحاجات اللي ها مش ملزة معه اه لان هو بيركز على عايز اشتغل فبيدوله حاجات تانية طب يا فندم الشغل اللي موجود دلوقتي مش شرط يكون في تخصصه مش مهم مش مشكلة اه هو عايز اشتغل وخلاص طب كويس قوي خلص لحدك بس ما تقفلش لو سمحت ام عمار من البحيرة ايوة انا ما تكملت ايش لما انت على الهوى ام عمار اتفضل انا المسكلة عندي ام عمار وطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون ايش انا ظهور انا المسكلة حعي مش سمع حاجة مش سمع ايكي كويس الشبكة عماتم الشبكة مش حلوة انا اسفق ام عمار حولي تكلميني تاني عبدالفتاح من الجيزة سمعيك يا فندم تفضل حضيك يا فندم كان عندي مكتب كومبيوتر لو سمحتي وتقفل يا فندم في الظروف الثورة وكده كان عندك مكتب كومبيوتر ايو يا فندم كان عندي مكتب وتقفل يا فندم بقى لأربع شهور وعليه فلوس يا فندم وكنت عاد بس حد سعيدنا بس بس سمحت عشان المورد رفع عليه قضية يا فندم مين رفع عليك قضية؟ المورد يا فندم اللي عليه فلوس يا فندم المورد حضراتكم قادر ان هو يساعد الاستاذ عبدالفتاح لو سمحتوا تواصلوا معنا ورقموا على فكرة خدوه بيبلغوني دلوقتي الزمالي في الاعداد ان هم اخدوا الرقم حاضر معنا نجيب من القاهرة ايو يا فندم ايو يا سيز نجيب انا دلوقتي عندي مشكلة مش خاصة اعتبرها مشكلة عامة مشكلة عامة يعني ايه ايو يا فندم ايو مشكلة عامة يعني ايه يا سيز نجيب انا دلوقتي يا فندم من المفروض ان هالده القانون بالدين العروسين يعملوا شهادة صحية مش سمع يا فندم الشبكة وحشة اه انا دلوقتي قانون بالديني الحق اعمل شهادة صحية للعروسين شهادة صحية للعروسين يعني بنتي وعرسها اه قبل الجواز اه يا فندم تمام تمام طب ايه المشكلة المفروض ان انا بعملها من الشاشة حكومة القانون قال كده اروحت من الشاشة عندي هنا اسمها جيهان في زاوة الحمرة واليوم الواحد قاله ما عندناش النمازة خلصت خلصت اه فقاله طب طول ما جماعة عملها اتبعها بالتليفون نقولتوا احد في زاوة القاف اللي هي زاية جلال او الحصيين قالوا لا مش تابعنا مش تابع الحكومة طب روحت رايح الساحل في شبرة ورحت رايح الخزين دارة قالوا ما فيش لكن في راجل طيب امير اسمه اشرف راجل امن قال لي عملها لك انا حج حطي للورقة ومئة خمسين جنيه عالطرابيس حطيت له جبالي تاني يوم معتمدة ما مش تابعش فقال ليه بالعام امدى الدكتور وخيت منسر ومعايا التليفون بتاع الراجل لك ياريت يا جماعة من وزارة الصحة حد يكون سمعنا عشان يسمع الواقع اللي احنا المؤسفة دي انا شو بشكرك يا استاذ نجيب انك قلت لنا الموضوع طيب وبشكر ايجابيتك طبعا ان انت يعني ما قبلتش ان يحصل ان ده يحصل كده واحنا طبعا دي محاولة منك مهمة جدا لقضاء على الفساد الموجود اللي بساعات كتير قوي بيكون اسرع من الحاجات الايجابية بس يعني بحييك معانا عواطف من القاهرة خالوص انا معاليكم عليكم السلام فضلية عواطف لو شبعت حضراتك انا ابني حصل على باكرجيوز سياحة وفنادق الدفعات كم؟ الفين وتلاتاشر الفين وتلاتاشر ايوة ام ومشتغلش الغد دلوقتي مشتغلش خالص على العربية فول كده بس وضعها مش مستقر يعني اما بتيجي الشرطة وكده بيتحركهم من مكانهم يعني وبيمشي ومش بتاعته شغال مع صاحب العربية طيب السياحة وفنادق في مطاعم دكتور محمود الماتيو في مطاعم كتير قوي 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 طلبة محتاجة يعني محتاجة العمالة ده عنده تلصيل وعنده ناس جوه والسوبر ماركت كمان والله كتير جدا بس هما يتواصلوا معنا يعني يتواصلوا معنا بس على فكرة يا دكتور هما ممكن ما يكونوش عارفين ازاي كانوا يتواصلوا وعشان كده البرنامج بتاع حضرتك ده اكيد هيسمع ويعرف الناس ان في تواصل مع هتكلم كل الناس دي مش كده والله ان شاء الله وعشان كده بقول لحضرك اللي اسبوعك جاي سألونا عملنا ايه عشان يبقى سامعين حضرتك يعني دي مصدقية للبرنامج كمان ربنا يا خليك يا دكتور طبعا احنا بنحييك بس يعني هو فيه كل الناس اللي تصلوا دول عندهم امل كبير جدا ان شاء الله بس طبعا زي ما قلت احنا بنتعامل مع شركات وحنحول لهم باقصى جهد ان شاء الله اكيد طبعا طيب معنا مصطفى من السويس ايوة مصطفى اه مصطفى عادل محمد عصمار علي صوتك يا استاذ مصطفى من فضلك مصطفى عادل محمد عصمار اتفضل يا فاند لو سمحت انا بكلس هندسة الفين واربعتاشر وما فيش بقى طايف يعني بنحاول ندوب في الشركات ولا حاجة زي انت حضرتك دلوقتي خارج الفين واربعتاشر طب انا يعني دلوقتي الشغل اللي مطلوب انك تكون بتشتغل في مجالك يعني لازم بتشتغل مهندس ولا اي فرصة عمل اي فرصة عمل اي فرصة عمل اي المتاح يا دكتور بالنسبة لخارجين هندسة يعني ممكن والله شركات السيارات طلبة في شركات سيارات معانا شركات لها اسمها يعني بس على حساب بقى مكانه والفروع بتاعت الشركات طيب تخيلوا ان البطالة وعلى فكرة المصانع مصانع في الشوبرة كتير طلبة مننا وفي مصانع في ستة اكتوبر مصانع في ستة اكتوبر زي ما حضرتك تفضلت في البداية عاملين وسائل الانتقال من الاماكن اللي هي المركزية يعني مثلا بيعملوا وسيلة اوتوبيس من ميدان التحرير من الشوبرة كتير يعني مش وكي تخيلوا بقى ان البطالة كمان امتدت للمهندسين يعني شايف رقاوة المهندسين فين يعني والمسؤولين فين يعني حتى المهندسين مش لعيين شغل مش كنا موتين نفسنا عشان ولادنا يبقوا مهندسين وده كترة حل عملنا خداف نفسنا طيب مينة من الكافر الشيخ ايوة فضل يا سيد مينة انا كنت انا كنت عايزة اتكلم انا اخليك تربان اوعية قسم تربان سنين دفعة كام محافظة كافر الشيخ انا دفعة الفين وعشر الفين وعشر دفعة الفين وعشر يمينة نعم اتفضل قلنا ايه المشكلة انا 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 بشتغلش خاص بلي تحوالي سبع سنين او ما فيش اي حاجة اه انت مشتغلتش خالص ولا اشتغلت وسبت لا مشتغلتش خالص ما دورتش ما دورتش على شغل خالص يمينة ما كانش في اي حاجة تربية نوعية ده يقدر يشتغل حتى مدرس ينزل بقول لك يا استاذ مينة ما فيش يعني ايه انت دورت وبلقتش اه دورت فين دورت في كذا حتة في كذا منطقة زي ايه زي ايه رحت ودورت في حكاية تدريب في الشباب براد ما كانش فيه وروحت ودورت في حاجات تانية كتير ما اجت لي طب يا مينة يعني هناخد رقمك ونحاول نحن بس نوصلك علشان اه تنلاقي شغل يعني مناسب ليك بس يعني مش حادسة ان انت دورت قوي يا مينة يعني لان انت كان ممكن يبقى ليك وعايز تخصص وعايز تخصص طيب معانا محمود من قسيوت ايه سمحليكم فضل يا فندم اهلا بيك والله انا مشكلة كبيرة انا من سبعة وتمانين واخد الدبلوم وما توظفت لش حد الوقت من سبعة وتمانين طبعا اه اه عارب يطلع معاش حضرت بقى لك تلاتين سنة يعني ما مش توظيف هو بيكون شغال يعني انت يعني بتشتغل وماشتغلتش في الحكومة ولا انت حضرتك يعني ولا شغلت بحكوم ولا غير حكومة لعين اي شي ولا بر ولا جوة بقى هم العايش ازاي سمعني بس سمعني سمعني عايش ازاي عايش ازاي بتشتغل ايه بتشتغل ايه طلاح باليومية بتشتغل في ارضك يعني لا ارض الناس بالاغرى بالاغرى اه وانت عملت ايه يعني في التلاتين سنة اللي فيتوا ما حويتش انت تتدور على شغرة تاني اه سفرت السحودية ورحت واشتفلت برا وجيت والعمالية ما فيش اه ده انت اشتغلت كتير يعني يا استاذ محمودة هو سفرت ووركالت اه طب مشكلتك ايه دلوقتي مشكلتك عاوز ايه وظيفة عاوز اشتغل اي حاجة ام حايل عالم عادي وقعدك من السعودين وظيفة طيب هو انا يعني مش حاضر واحد حضرتك بوظيفة دلوقتي يعني حضرتك خليك خليك سبعة وتمانين فالوظيف اللي الدكتور محمود بيقول عليها لحد سنة خمسة وتلاتين سنة بس بس هنحاول ان احنا نشوف الشركات اللي ممكن يبقى امنة او كده طيب عبير عبير فصلة عزة من اسيود ايه يا فنة سبعة وتم تفضل يا استاذ عزة انا الكلام كان لكده معي حضرتك مع الكوة العاملة وبرده روحنا مفيش شغل وقديني بكالب حضرتك فاني عدي بيتي من اه من الفين وسبعة بكروت بجارة مم وقدمنا لها كذا مرة وخد الرقم وموراقه التطاق بيه وكذا مانا بعدش رد وديني باتصل بحضرتك بحضرتك فيه النهاردة شركات كتير طيب المسؤولين معك عزتك بيتكلموا وبيطلعوا ما فيش شغل يضعقوا عنا لا لو سمحنا دكتور محمود رد عليه من فضل مانا قلت في البداية ان احنا في نصرق يعني حضرتك هتتتواصل معنا هو تقريبا ما اسمعش البرنامج ان احنا بنقول بيعمل تواصل معنا احنا بنبذل جهد اذا ما ما صدقناش بيرجع للبرنامج اللي استضفنا يعني احنا ابناء واحنا مع الشركات بس هو ما يجيش بقى ان الشغل ما جلوش على الهوى ان هو في مكانه وانه كذا يقول لا ده المسؤولين او الحاجات دي كلها بالعكس انا مش خسران حاجة طبعا انا ممكن من الاول ما اطلعش واقول انا ما عرفش وما فيش شغل لا بالعكس مسؤولية المجتمعية لينا كوزارة بنقول ان احنا تواصلنا مع الشركات وفيه فعلا صد لكن كل الحكاية ان هو حيروح بنته هتختبر في الشركة انا ماليش دور هنا يعني هي بتختبره الشركة بتختبر اللي متقدم لها بتشوفه قابل الظروف انا هقول لحضرتك بعض الشركات لما سألناهم بيقولولنا احنا بنسأل الشباب انت عايز تاخد جام في بعض الشباب اللي بيروح بتقدم بيقول له اقل حاجة اربعة تلاف جنيه فبيقول له ليه يقول له هي دي اللي تعيشني معيش اكويس فطبعا انا قد صاحب شركة او اتشار او بتاع موارد اقول له شكرا اما يقول له ايه طب لو بديت بتمنمية وبعدين اديك حوافز عليها بحيث توصل الف ومئتين الف وربعمين يقول له لا لا انا ما ابدأش من بتمنمية وما ابدأش ده مؤهل كزا وانا واخد دورات كزا فطبيعة المقابلة احنا بقى بندرب بكمان الشباب والبنات والحاجات دي ازاي تسوق نفسك ازاي تعمل سي في كويس ازاي وانت في المقابلة تقنق لقدامك انك عندك استعداد للشغل وكده عاملين حاجة اسمها مراكز السشارات المانية ومراكز تنمية المهارات ومراكز المشورة ومراكز اللي هي اه نادي الوظيفة وكل ده طب انا ما امكاش ابقى يعني بدور على شغل بكل طقتي وبعدين اروح الاقي شغل ب الف ومتين جنيه فاقول له انا عايز اربعة طبعا يعني انا كده بضر نفسي وبضر صاحب العمل يعني انا مش عالف العقلية دي يا جماعة لازم تنتهي اللي بياخد الف ومتين النهاردة بكرة هياخد تلاتة فارجوكم يعني حتى وبعد كده ايه انا قبل قبل ما اسمع الجملة دي باسمع جملة ايه انا عايز شغل وخلاص طب انا عايز شغل وخلاص طب وفيش شغل على فكرة كله صاحب عمل هيجي له واحد بيشتغل كويس وهي ماشي دي نقطة لازم اختفى في الاسلام يعني بتحافظ الشركات دي تستثمر الدقيقة اللي موجودة عندها هما الناس بيعظم وعايز يروح حكومة ليه هم يدخل الحكومة بيقعد على مكتب ساعتين تلاتة وبيقوم روح ومضمون مرتابه وما فيش الحكومة دي ملاش مثلا حتى لو حصل وقوع في الاقتصاد المرتبات ماشي لكن الشركة بيبدأ يحط عليه جزاءات بيحط عليه فيه جدية في بالساعة يعني بيدخل الساعة تمانية بس كل الدنيا ماشية كده يعني شغل نمبر في اورز عدد الساعات فيش حاجة اسمها روح اعود على المكتب وامشي الساعة اثنين وامضي وامشي وكلام دك خلص خلص احنا تسعين مليون مش هتستحمل يعني الدنيا مش هتستحمل التفكير بالطريقة دي يا جماعة طيب سامية من الجيزة ايوه صباح النور من فضلك يعني بنتي من الفين واربعة الحد النهاردة بتروح كتاع خاص او بتشتغل بس يعني شغلات مش حلوة مش حلوة ازاي يعني يعني مرة بتبقى هي وصاحب العمل لوحدهم في قاعدين في الشركة فدي بتسبب يعني بتبقى خطورة ممكن مادام سامية بنتك خريجت ايه بقيس تجارة طيب طيب هي عايزة اي فرصة عمل مش كده اه هي عايزة بشغلتها يعني عايزة ايه عايزة بشغلتها اه مؤهلها يعني طب احنا لو لقينا حاجة مش مؤهلها اه تبقى حلوة يعني في اي شركة اه اي شركة حلوة مضمونة انا عايزة حاجة لا مضمونة يعني من جهة مضمونة فهي مضمونة وانا متطمنة عليها وزارة الشباب والرياضة اللي بتوفر يعني بتعمل مع الشركات ما تقلقيش يعني من جهة مضمونة فهي مضمونة حاضر يا سامي اه عبد الحكيم من نجع حمادي اتفضل يا فندم عليكم السلام ورحمة الله مع الله العظيم احترنا يا فندم احنا بلسأل جميع الجهات انا معي ابن مكبولوس عند سوء 2008 اشتغل في القطاع الخاص اه سنتين وبعد ذلك انا محساج خريجي ايه بس يا استاذ حكيم والله انعم هو خريجي ايه ابنك خريجي هندسة اسيوت هندسة اسيوت اه الكهرباء وبعدين احنا شغال في المصنع والمصنع ده هم ربنا رئيس مجلسة دارة ليه خمس سنين نهاردة ما راديش يحين حد والشركة محتاجة جمية مهندس يعني محتاجة عمية حمالة كبيرة يعني الشركة محتاجة وهم مش بيعينوا اه والله ما راديش يحين بيقول الشركة ظروفها كذا والدولة ظروفها كذا وانا عندي تعليمات موفوكة لا فيه شركات طالبة فيه شركات كتير طالبة فهو عايز شركة معينة طب بقول لك يا استاذ عبد الحكيم اصلي اي بش انت عايز شركة معينة ولا اي فرصة عمل لابنك يعني عندينا محطة كهرباء فينا واندينا محطة كهرباء في الملاشدة ومصنع انا شغال فيه طالح المهاش الشارجات مش حادر اوفرلك في نفس المصنع بس هادر اخلي يعني ابنك يتواصل مع مجموعة من الشركات بس في نفس المصنع مش حادر كهرباء حتى جنبي لابنك يجي حمادي الملاشدة يعني فيه مجرات جنبي انه داخل محافظة انه محتاجوا جنبي عشان ظروف الصحية اه انت محتاجوا جنبك في نفس المكان اه انت كده بس بتضيق عليه فرص العمل يا استاذ عبد الحكيم يعني المصنع فيه 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 منافس كثيرة جدا يعني هو بيعيل عقود الناس يطلع على المهاش يعمل له عقد بألفين ويقول له خلي الجاهد طيب يطلع على المهاش يجيب ناس مهجرة من الشارع بقول ان الشارع ده حرام يعني حرام بجد يعني يعني اه حاضر يا فندي حاضر حنحاول ان احنا يعني اه يعني نتواصل معاك بس يعني اه او ابنك ممكن يفضل ان هو اللي يقدم نفسه اه اكتر طيب اخر تليفون معنا معليش عشان الوقت محمود من الاهلية عليكم السلام اتفاضل يا فندي انا محمود اسمعك كويس بس تعالي صوتك انا معايا لصنس اداب لصنس خريج دفعة كام 2013 2013 لصنس اداب اه وعمل دبلوما عامل فيلمات تمام طيب فرصة العمل بس عشان نبقى الزرحة بعض فرصة العمل اي فرصة ولا حاجة لها علاقة بمؤهلك اه اي حاجة اي حاجة انا مش طمع كويس اي اي حاجة مش كده اي حاجة في محافظة الاهلية اي حاجة في محافظة الاهلية طيب هنحاول اه انا في الاهلية راحين 24 و 25 اه طيب 24 و 25 جايين دول مش كده ان شاء الله امايو مايو اه 24 و 25 مايو يا استاذ محمود وكل اهالي دولي طيب اه عايزة طبعا اقولكم ان اه لأسف احنا وقتنا خلص بس زملائي في الكنترول لسه بيستقبلوا تليفوناتكم وهيوصلوها لدكتور محمود اللي بشكره جدا جدا لساعة صدره النهاردة يعني حلقة الوصل المهمة جدا اللي هو عاملها ما بينه كجهة حكومية وما بين الشركات الخاصة لتوفير فرص عمل القضاء على البطالة الحقيقة حضرتك اه والوزارة بالكامل عاملين مجهود رائع جدا يحسب لكم واه احنا النهاردة قمنا بهذا الدور ان احنا حاولنا ان احنا نعرف الشباب لان نواضح كمان ان هم اه في ناس كثير مكادش تعرف الموضوع ده بس اه فرص العمل حقول تاني موقع اه مصر تعمل ندخل على موقع مصر تعمل اللي احنا ورناه لكم فيه بداية الحلقة وازاي تقدروا ان انتو تدخلوا على هذا الموقع علشان تلاقيوا تسيبوا بياناتكم والموقع بيوصلكوا بالشركات الموقع قدامنا اهو تمام اهي تتدور على شغله ويفتح وهيلاقي متقسم المجالات اللي هو ممكن يدور حاجة المناسبة للمؤهل بتاعه ويدخل عليها ونكتب البيانات هنا كده زي ما احنا ايه اه بعد كده هيقول له اكتب اه مجال شركات الاغذية اه شركات كذا والوظائف كل شركة بالوظيفة بتاعتها وكده تمام هنتواصل معاكم هنأتي اقول الحاجة بس للشباب فضل اتفضل هنستغل القناة القيمة بتاعت حضراتكم شكرا نفسنا الشباب يحس باللي بتعمله الدولة كلام ده ما بيتقالش كلام في الهواء أو حاجة لا الدولة بتعمل والدولة في الضغوط اللي احنا فيها بعد 2011 اكيد فيه حاجات كتير توقع اي دولة وفيه دول كتير وقع بسبب الضغوط اللي عليها لكن مصر متماسكة فلازم الشباب يكون هو السند ان مصر تفضل متماسكة احنا لو الشباب ده محافظ علينا وعلى بلدنا وعلى كل حاجة فيها احنا اللي مضرورين يعني تعالوا شوفوا الدول اللي وقعت واللي حصل فيها لاجئين والحاجات دي كلها مشيت برا الشعوب بتاعتها بتندم دلوقت مش عايزين نخلي نفسينا نندم هي مصر الحمد لله مش هتوقع ولا في عهد التطار وقعت ولا في اي عهود وقعت ان شاء الله مش هتوقع حتى الدولة الوحيدة اللي حصل فيها نكسة من 67 وقامت في خمس سنين بقت من اقوى الدول وده ما حصلتش خالص مصر من 67 ل73 فده بيبين ان الدولة هنا قوية انا عاصد اقول الشباب لازم يكون معنا يسيبوا من الفيسبوك والاشعاعات يسيبوا من القضايا اللي بتشوشر على البلد خلي بالك انت بتحمي بيتك وبتحمي قصورتك وبتحمينا وبتحمي نفسك وبتحمي جريانك مش عايزين نحط نفسينا في حاجة نعيش في ورد هقول حاجة اخيرة الوظائف اللي الناس بترفضها بعض اللاجئين اللي جالنا من بلاد العربية هم اشقاء لينا بينزلوا يشتغلوها دلوقتي بيعتبر نفسه ان هو جاي مسافر بلد اخرى متغرب علشان يشتغلها النهاردة موجودين من الدول التانية مش لازم اقول لكن هم اخوات لينا وموجودين بيشتغلوا الشغلانات لنت رفضة وبيشتغلوها ما شاء الله عليهم بطلاقة وبيأدوها بشكل كويس واصحاب العمل مبسوطين منهم حضرتك بتقولوا ده مهم قوي جدا انا ليه اسيب وظيفتي اللي انا المفروض انا اخدها وانزل اجرب طب ليه بروح بقى للتانية وهاجر هجرة غير الشرعية واروح عشان اسعى ادفع خمسين الف جنيه واربعين الف جنيه ولفتح حوالي النفس ولفتح حوالي النفس واروح اشتغل شغلانة مهينة انا ما بقول لكش انا اشتغل شغلانة مهينة اشتغل شغلانة كويس قريبة للمؤهل بتاعك نسيب الفكر بتاعي ان انا محاسب لازم اشتغل باكرستجار اشتغل محاسب لازم ندور على فكر ان احنا زي الدول المتطورة انا اخدت مؤهل الحمد لله المؤهل ده عشان يخليني قدام اسرة انا بتقدم لها حياة كريمة لكن لازم انزل اشتغل على شغل مناسب واسعة واتعب سنة سنتين ولو سأل والده ولا والدته حيلاق انهم تعبوا في بياد داية حياتهم هو على فكرة الاسرة ليها دور كبير بعض الاسر بتسيب الولاد مش عاجبه الشغل ماينزلش بتسيبه ينام للعصر بتديله المصروف وده برضو ليه مرضو تسيح على شباب فانا اسف انا بقول للشباب لازم ننزل لازم نفوه يا جماعة ونحافظ على بلدنا بلدنا حلوة بالجمال دي محادش بيعرف قيمة بلدنا الا اللي بيجي لنا غريب هو اللي بيجي شايفنا ومحادش بيعرف قيمة ان هو يبقى عايش بكرامته في وطن ومهما كانت الظروف الا اللي تعرض لمصيبة وتهجر من بلده فعايز اقول لكم نحافظ على نفسينا نحافظ على بنا عندنا مشاكل طبعا عندنا مشاكل احنا ممرناش بحاجة سهلة ولسه ولسه عندنا مشاكل اكبر وخلي بالك واللي شايفني كل دولتي ان انت كل ما هتقوى وكل ما هتحاول كل ما اعدائك هيزيد وكل ما مشاكلك هتزيد فانستعد لده ارجوكم بس بهنا مش باي حاجة تانية انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم ونورتنا النهاردة دكتور محمود حسن رئيس الادارة المركزية لمشروعات وتدريب الشباب ووزارة الشباب الرياضة شكرا جزيلا مشاهدينا انتهت حلقتنا زي ما وعدتكم طبعا زملائي في الاعداد هيفضلوا يتواصلوا معاكم وهنتابع طبعا موضوع الشغل ده واجبنا ومسؤولياتنا المجتمعية بشكركم لحسن المتابعة بكرة الجمعة تسعى صباحا معانا موضوع مهم جدا هقابلكم تسعى صباحا بتوقيت القاهرة بإذن الله فكونوا على موعد سلام